اشتركوا في القناة أستاذ جراحة القلب وجراحة القلب بالتدخل المحدود والمنظار مستشفى وادي نيل ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور أسامة عباس أستاذ جراحات القلب بكلية طب جامعة عن شمس ورئيس قسم جراحات القلب وجراحات القلب بالتدخل المحدود بالمنظار بكلية طب جامعة عن شمس أستاذ جراحات القلب وجراحات القلب بالتدخل المحدود بالمنزار بمستشفيات ودي النيل ومستشفى كيلو بطرة ومستشفى الجو التخصصي وصاحب زمالة جراحات القلب الفرنسية من جماعة بوردو وزمالة الجمعية الأوروبية والأمريكية والجمعية الفرنسية والمصرية لجراحات القلب الاسم الكبير نورتنا يا فندم وشرف كبير لنا هذه الزيارة شرف لي يا دكتور أيمن التواجد مع حضرتك ودعوة حضرتك لي الحقيقة أنا بشكرك على قبولك الدعوة وبتعطينا من وقتك ومشوار طويل من التجمع لهنا بشكرك بشكرك من أطراف المدينة إلى أطراف المدينة هنا تانية فأنا بشكرك ساعدني دايما النهار دا نجم النجوم الشباك دايما بسميه النجم السمام الأورطي دي حقيقة دي حقيقة السمام الأورطي هو فعلا النجم لأنه هو السمام اللي على تاج القلب السمام اللي بيسمح بمرور الدم من القلب لكل الجسم فهو مهم جدا البوابة النهائية البوابة الرئاسية نهائية خلاص يعني دي أهم حاجة بتسمح بمرور الدم وزي ما حضرتك قلت أنه فعلا السمامات هي فايدتها أنها تسمح بمرور الدم في اتجاه ولا تسمح بالعكس وبالتالي لو احنا شفنا مثلا في الصورة السمام الأورطي هو السمام بالزابط اللي كان عليه الدائرة هو ده السمام الأورطي اللي في آخر المطاف الدم بيخرج منه ويوصل للشريان الأورطي ويغازي كل شرين هو اللي ماشي فيه المسار دا بصوا اللي ماشي فيه المسار دا بزابط كده هو ده على فكرة ده بداية الأورطة بالزبط كده بالزبط كده السماب الأورتي وظيفته مهمة جدا جدا للجسم وأعطابه للأسف بتؤدي لحاجات يعني زي ما بنقول سيريس أو حاجات جدية أعراض جدية ولازم ناخدها على محل الجد وإنها فعلا تأثر على صحيتي وحياتي الأمراض اللي ممكن تصيب السماب الأورتي زي ما حرارك قلت ديء السمام أو ارتجاع ديء السمام يبقى له أسباب عديدة منها في كبار السن التكلس وده بيحصل في 60-70% من الناس لما توصل لسن ما بين ال60-65 أو أكبر من كده ممكن يبدأ بادري عن كده التكلس آه ممكن يبدأ بادري عن كده التكلس طيب حاجة سنية بالزبط بالزبط ده اللي هو حاجة سنية فعلا تمام وبالتالي التكلس ده من أشهر أمراض السمام الأورتي على الإطلاق وبيسبب ديءه في حاجة مهمة جدا جدا لصغار السن لما يكون السمام هو السمام الأورتي عبارة عن علامة مارسيدس آه سلسي الشروفات وعلامة مارسيدس السمام الأورتي لما يبقى سناء الشروفات طبعا هنا لو شايفين على الشاشة السمام الأورتي الدم بيتجه للشريان الأورتي شوية بديء يعني بيخرج بجريدينت زي بالزبط لو هنقربها لو إحنا مثلا في الجنينة والخرطوم بتاع الجنينة لو دوسنا على البوز بتاعه ده الدم بالزبط الدم ينطلق بقوة بس بيطلق سرسوب كده بالزبط كده لو سبنا العادي الدم بيمر هنا الدم لما بيحصل ديء في السمام الأورتي بنلاقي الدم بيمر بصعوبة من السمام الأورتي زي ما قلنا إنه التكلس وزي ما قلنا مباين على الشاشة مثلا دلوقتي السمام الطبيعي على يمين الشاشة زي علامة المرسيدس وعلى شمال الشاشة ده اللي بيتولد دي المريض بيبقى سناء الشرفات وده بالوقت بيعمل ديء علشان نظرية فيزيقية اللي هي التربلانس أو مرور الدم من خلاله لو علامة مرسيدس كل الاتجاهات بتتفتح الثلاث شرفات بيفتحها أما لو هو سناء الشرفات فبيبقى قافل بيفتح زي الشق بالزبط زي الشق فالتربلانس يزيد فيه فيديء بسرعة جدا فممكن نقابل ونواجه المشكلة دي في سنه صغير نقابل ديء في السمام الأورطي في سنه صغير يعني ممكن 18 سنة ممكن 17 سنة ممكن 20 سنة والمريض طب هو أنا مخلوق بيه طب إيه لأنه بيتقاله ده السمام بتاعك طبيعي بس هو سناء الشرفات ده يستعد يجرح ولازم نستبدل هذا السمام الجزء الثاني في أمراض سمامة السمام الأورطي الارتجاع ارتجاع السمام الأورطي ارتجاع السمام الأورطي ده الحقيقة لأسباب عديدة يعني زي ما يشايفين بس دم طلع زي بالزبط بس المفروض يقفل السمام يمنع الارتجاع ما هو السمام في يديته أنه يقفل عشان الدم ما يرجعش بالزبط كده ده إيه إحنا شايفينه بيرتجع وبالتالي الأسباب اللي بتؤدي لكده إيه الحمى الروماتزمية الحمى الروماتزمية بتعمل تلف في السمام وبالتالي بيحصل حاجة اسمها restriction الورايقات بتاعته بتتشد على جنب فيبقى مفتوح على طول تقريبا ما يقفلش يعني يحصل الارتجاع بتاعنا نتيجة الالتهاب والالتقام بالنسيج اللي في كمان في حاجة مهمة جدا جدا في السمام الأورطي بتسبب الارتجاع الشديد لو حصل عليه التهاب بكتيري لأنه ده البخرج الرئيسي بتاع الدم التربلنس القوي بالبرشور القوي اللي بيجي على السمام الأورطي لو فيه أي بكتيريا عكس مثلا السمام المترالي الفلو أو الدم ماشي فيه بالراحة بهدوء فبالتالي ما فيش فرصة أن البكتيريا تخبط فيه تلزق فيه إنما السمام الأورطي الضغوط والدم خارج من البوتين الأيسر بيبقى بعنف بضغط عالي فالضغط ده يخلي أي بكتيريا تخبط فيه بسرعة وبالتالي الصمام التاني في القلب اللي معرض للالتهاب البكتيري بعد زسلات شروفات الأورطي ودي بنقابلها كتير في العينين اللي هما ما بيبقاش عندهم حتة الإدمان وأنهم بيدمنوا المخدرات بس جاء لهم التهاب على الصمام الأورطي طب إيه السبب؟ إن ده المخرج الرئيسي اللي الدم بيمر عليه بضغط عالي وبالتالي ممكن يحصل نيدلينج نيدلينج يعني شكة شكة من البكتيريا تخش فيه وتعمل التهابات على فكرة دي بتحصل أحياناً بعد تنظيف السنان بطريقة خاطئة دي حقيقة دي حقيقة يعني تنظيف السنان لو ما تزبطش كويس وما فيش انفيكشن كنترول ممكن بكتيريا توصل الدم بس على أي صمام فيه شوية تطش كده أو حاجة بسيطة من التهاب روماتيزمي أو صمام مثلاً فيه تكلس دي أو دي تلزق فيه البكتيريا وتعمل مشكلة كبيرة بالضبط خلينا نقول الأعراض بقى سواء بتاعت الدي أو الارتجاح تمام بالنسبة للدي طبعاً إحنا نقدر نبسطها في إنه الدم ما بيخرجش من السمام الأورتي وبالتالي هشتكي من كل الأعراض اللي فيها الدم ناقص عن أعضاء الجسم المختلف هلاقي نفسي بدوخ هلاقي نفسي مش قادر يعمل مجهود لو عملت مجهود أو طلقة تسلم نفسي يجيله كرشة يتكرش حس إن أنا مش قادر أخد نفسي بنهج تمام؟ أخطر ما في الموضوع ده سينكوبال أتاك الإغماءات الإغماءات دي أخطر ما في الموضوع لأنه الدم ممكن يقف ثواني معدودة عن المخ ويعمل مشكلة كبيرة عبد الحليم عمل فيلم مشهور جداً اسمه حكاية حب مثل فيه دور الإغماءات لمريض قلب تمام وطبعاً كان فيه حاجة في الوقت ده لطيفة جداً إنه هما طلّوا أشعة طبيعية الدكتور محمود المليجي طلّحها على إن فيها نشخص من الأشعة دي إيش سمامة لمعرفش إزاي دي أعيّة دي أعيّة دي أعيّة نحن في الأشعة نعرف دلالات بالزبت لكن مش دي وكانت طبيعية على فكرة لأنه شفت الفيلم كتير دي أعيّة دي أعيّة كمان من الأعراض الخطيرة بتاع دي السمام الأورتي الأنجينا البين أو الألم ألم الزبحة الصدرية ألم الزبحة الصدرية ليه لأنه أنا كمية الدم كل الأجهزة وكل الأعضاء بتتغذى ما بعد الصمام الأورتي فلما الدم يقل كله يشتكي تبص تلاقي المريض حاسس إنه ببرد على طول تبص تلاقي المريض مش قادق وهن مش قادق ما فيش تبص تلاقي المريض مثلاً الموضوع ده يأثر على الكلة تبص تلاقي المريض ممكن إنزيمات الكابت تقلة شوية نتيجة إنه الدم مش واصل كفاية تبص تلاقي الأمعاء مش شغالة كويس كله بيشتكي ده لو كاردياك أوتبوت بالزبط لو كاردياك أوتبوت سيمتوم اللي هو الأعراض نتيجة قلة كمية الدم اللي بتوصل للجسم القلب نفسه بقى بيعاني لأنه القلب مش عارف يخرج الدم اللي جواه فتبص تلاقي المريض ده أول ما يعمل أي أكشن حتى لو رايح الحمام يقول لك أنا قلبي بيدرب بيدرب جامد 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 ونفسي مكروش فعلا لأن القلب بيحاول يخرج دم عشان الحركة دي الموتور ببتدى يشتغل بس السكة مسدودة السكة مسدودة فبالتالي ما فيش دم بيوصل ده بالنسبة الأعراض بتاع الدقيقة بالنسبة لأعراض اللي ارتجاع اللي دايما بنحذر منها اللي هي بتتأخر شوية برضو يحصل شوية عدد ضربات القلب يلخبط المريض يحس لما بيعمل مجهود جامد إن عدد ضربات قلبه بيزيد بتبدأ الأول ببعض الاختلاف في كهربية القلب إنما الأعراض بتاع أو قلة الدم بيتيجي في الآخر لما يحصل تضخم في عضلة القلب ويبتدي القلب يبقى في طريقه للفشل طب أنا ممكن أشخصها إزاي يا دكتور اختلاف عدد ضربات القلب و عدم احتمال المجهود الفضيع الدي هو ما بيستعملش أي مجهود يعني جاست يطلع سلبتين لا دي دم بيعرف يقف خلاص إنما التاني هو بيحس إنه هو مثلا هو بيلعب ماتش وهو مش بشوار كبير بيحس بنهجان اتشخص بدري لو اتشخص بدري بيفرق جدا جدا في العلاج بتاعه بيفرق جدا جدا في الجراحة بتاعته بيفرق جدا جدا في إننا نلحق عضلة القلب قبل ما تخش في فشل هنشخصه بقى طبعا وسائل تشخيص بالكشف تمام والسماعة تمام تمام أول أول ما المريض بيجينا طبعا بيشتكي بناخد شكوته ونبتدي نسمعه لما نسمعه طبعا في دي السمام احنا بنسمع الإيجيكشن سيستوليك ميرم طبعا ودي مميزة جدا ومنجرد ما نحط السماعة بنشخصه في الارتجاع طبعا من الويت بالس بلشر الضغط بتاعه بنلاقي فيه اختلاف ما بين الضغط السيستوليك وده السيستوليك عنيف 140 على 30 على 30 على 40 بالزبط كده ونبتدي نشخص الارتجاع بالسماعة ده طبعا بالسماعة بيك بلس فوليو بزبط شوف الواتر هامل بلس بزبط كده والبيستول شوت بزبط وآتر وزيف عين وكل الحاجات بزبط بعد كده بنعمل إكس ري للعين اللي هي الأشعة العادية بس مش زي المرحوم محمود المليك مش هريقدر نشخص منا غير لو فيه سنة اتساع أو بالزبط بس برضو الإكس ري طبعا الإكس ري بتديني بس كده خطوط يعني إن أنا والله ده فيه كذا الإكو هو الموداليتي الرئيسي بس هو ده الأساسي نعمل موجات صوتية على القلب ونكتشف المشكلة اللي في الصمام الأورتي تمام وبعد كده نقدر نحدد إذا كان فيه درجة ارتجاع شديدة ولا مش شديدة الأفضل فيها هي الموجات الصوتية بالمنظار دي بقى اللي بتشخص الأورتي كريجرج يعني 100% 100% اللي هو ارتجاع الصمام الأورتي ثم جاءت الأساليب الأحدث في التدخل المحدود لكي تجعل جراحات تغيير الصمام الأورتي بعد ما كانت جراحة كبعا يعني قوي تقليدية نفتح على فكرة يعني إحنا فقدنا واحد من عملقة الإخراج في الوطن العرب إلي ما يكون أفضل مخرج في تاريخ السينما المعاصرة أنا بكلم عن السينما هو عطف الطيب كان في تغيير صمام الأورتي معرفة سنة 1995 دي حقيقة دي حقيقة بس هو أحمل الله يرحمه ترك الحالة للترمينال الوسط الفني كله بيهمل في حالة قلبه لغاية الآخر صحيح صحيح الحقيقة يعني طبعا اللي كان دايما عائق ما بين المرضى زي ما قلنا في الأول أنه الصمام الأورتي بالضيء بيجي في كبار السن وبيجي في الصغيرين وبالتالي مش في يعني الميدل إيدج يعني 40-45 سنة أنا بابعرف أن عندي مشكلة خلاص عندي اجتماعياتي عندي شغلي عندي عندي بأقبل على العملية دي لو أنا عايز أكمل حياتي كويس الدنيا ما فيش مشكلة إنما الكبير في السن هو دايما خايف أنا إزاي هعمل عملية دي إزاي هفتح صدري إزاي هتحرك ولو هو كمان ما معوش حد يساعده في البيت يعني كبير في السن أو مثلا ولادهم سافرين برا أو دايما السن ده كريتكل شوي آه طبعا بيقول طب أنا أقوم أخص الحمام طب ما فيش حد بيساعدني طب أنا لا أنا مش هعمل العملية دي بس ما بياش قادر حتى مش قادر يصلي هو مش قادر يصلي بالذات اللي عندهم تكلس وديء في الصمام الأورطي كانوا بيبعدوا تماما عن الجراح كذلك السن الصغير الشاب اللي عنده البيكاسبت اللي هو الصمام سنائي الشروفات أنا مش مصدق أنا إزاي عندي أنا مش هعمل العملية دي إزاي أنا هفتح صدري وأشوق صدري جات التدخل المحدود والمنذر والجراحة اللي احنا بنعملها من جرح من خمسة لستة سنطي حللنا المشكلة دي على الكبار في السن والصغيرين في السن لأنه خلاص معادش فيه إن أنا أشوق العطبة بتاعت السدر وأفتح جرح تلاتين سنطي لا أنا بقدر بجرح من خمسة لستة سنطي جانبي أو أمامي أعمل تغيير الصمام الأورطي معظم العلاجات اللي بتكون للصمام الأورطي هي تغيير الإصلاح بيبقى أوليل شوي الربلس الربلسمنت على طريق الربلسمنت أو زراعة بالزبط كده أو استبداله استبداله بالزبط كده الاستبداله بصناعي أو طبيعي بالزبط ده العملية هي دي العملية اللي بتدخل المحدود الجرح زي ما حرك شايف عبارة عن خمسة سنطي ونقدر نخش منه للصدر ونخش داير كتاعة الأورطي احنا مسرعين السورة بس عشان الفيديو طويل بالزبط كده اه فاحنا مسرعينه عشان نشوف احنا هو دخلنا وحطينا المبعدات ووضحنا الفيلد وهنتخل بالمنزار بالزبط كده ده ده بص حضرتك ده ده شريان الأورطي قدامنا هيبان قدامنا شريان الأورطي الاول مرة في التلفزيون العربي ايوه اهو شريان الأورطي اهو اهو بان قدامنا شريان ضخم بالزبط كده بالزبط كده منقدر احنا نتعامل معاه من الفتحة الصغيرة دي ونقدر نعمل خلاص اهو احنا بتدينا نفتح ونخش جوه الشريان الأورطي الفتحة دي هي بين في الشاشة اتنين او تلاتة سنطي اه دي دي اتنين او تلاتة سنطي اه يعني دي لا تتعامل لا احنا جدنا بنخش اه نفتح ونوسع ولقينا التكلش شلنا الصمام وبناخد الغرز بتاعتنا ايوه اهي جوه ونقيس وبعدين جبنا الصمام الصناعي قدامنا اهو ده تيشوفالف اهو يعني صمام نسيجي اهو ونزلناه في الغرز بتاعتنا وابتدينا اننا خلاص خلصنا العملية بنقفل الشريان الأورطي تماما خلاص منتهى الامان طبعا لان احنا شايفين بعنينا الشريان والصمام اه و و وادرين اننا تعامل مع اه الصمام من الفتحة الصغيرة دي مش محتاجين اننا نفتح ولا نشوق الصدر تمام زمن العملية نفسه اه مش الترتيبة للعملية سيء مش بنتكلم على الزمن من اول ما بتشتغل على الشريان بياخد وقتها دي بياخد وقت بعد التخدير حوالي ساعة ونص اه ساعة ونص اه ساعة ونص ووقت استبدال نفسه وقته قده يعني وقت التوسيع دي اللي ما بيعتبروش جزء من العملية اللي هو بداية الجراح اه بداية الشغل بداية الشغل اللي جوه لا يزيد عن 30 دقيقة نص لا يزيد عن 30 دقيقة بص حضرتك دي فتحة امامية مثلا بطول 6 سنتي بعد الجراح مش محتاج ان انا افتح وشوق العظمة والجرح المهول بتاع زمان تمام في طريقة الطريقة التغلدية بفتح العظمة بالطول بالزبط دي مثلا بعد حوالي 3 اسابيع من الجراح متقاسة بالمصطرة حوالي 6 سنتي فطبعا دي بالنسبة للمريض بتفرق جدا خاصة بدرجة الامان دي لا بيحصل له نزيف ولا بيقعد في الرعاية كتير بيقدر يرجع شغله بيرجع يرجع للرياضة بيقدر يرجع للسواقة لحياته الطبيعية ما بياخدش وقت في انه حد يساعده في البيت كتير خاصة في كبار السن مش محتاج انه حد يقومه ويقعده لا هو بيقوم ويقعد وش الحمام واتعمل في حياته عادي بس في حالات قد تستدعي التدخل التقليدي الابن هارت العادي اللي احنا عارفينه وفتح بقى من خلال استرنا من خلال عظمة ونفتح الشيست كل وندخل نشتغل تمام المرضى خاصة كبار السن بنعمل لهم قسطرة للشرايين التاجية هم عندهم تكلس في السمون لو عندهم مشكلة في الشرايين التاجية وتكلس عنيف يستدعي ان انا اعمل زراعة او ترقيع للشرايين التاجية لازم افتح لازم افتح ده الانديكيشن الوحيد يعني ده المتطلب الوحيد ان انا اعمل العملية بالطريقة التقليدية طبعا الطريقة التقليدية العادية زي ما هي معنا على الشاشة بنفتح فيها الصدر ونعمل العملية على الشريان الاورتي بعد ما نحط المريض على مكنة القلب الصناعي دي الطريقة التقليدية العادية احنا حبينا ننوي عليها علشان فيها توضيح للفرق ده الصمام الاورتي او زي ما باين قدامنا متكلس وبنغير الصمام ونقفل الشريان الاورتي ونقفل العظمة ده الجرح التقليدي ده اللي كنا بنعمله زمان انما المتطلب الوحيد دلوقتي اننا ما نعملش العملية بالتدخل المحدود هو ان احنا يكون عندنا شرايين مصاحبة يعني محتاجين لنا نعمل زراعة شرايين تاجية مع الصمام الاورتي في مودالتي فضلة المودالتي دي او طريقة للتدخل المحدود اللي هي بالأسطار اللي هي التافي التافي دي الصمام بندخله بالأسطار مكان الصمام الاورتي من غير ما نقصه ده بالأسطار طب هو بيفضل في حالات ايه بيفضل في الحالات للسن الكبير اللي معه مشاكل لا يحتمل التخدير او ان هو يخش قط العمليات دي الأسطار دي الأسطار ده التغيير الصمام الاورتي بالأسطار ده دي بحاجة لطيفة التافي بالزبط بس ليه الاندكيشن الاندكيشن بتاعه هو او المتطلبات بتاعته ان المريض لانه الصمام بتاع التافي او اللي احنا بنحطه بالأسطار بيبقى برضو فيه بعض العيوب ان هو التكلس ما بنقاش شلناه احنا زي ما بنقول كده بالبلد دي فعصناه 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 في الجدار مش النهوش امالنا كراش عليه كراش عليه ده ممكن يعمل لي مشكلة في كهربية القلب يعمل بلوك وبالتالي نحتاج الى زراعة بطارية بطارية بيسميكر او بطارية منظم لضربات القلب ممكن يحصل لانه طبعا الكالسيوم ده مش هينضغط بنفس الطريقة كمان مدة حياة الصمام خمس سنين انما لو انا تم ده بجراحة التدخل المحدود انا بقدر يحط الصمام اللي يعيش معايا من خمستاشر لاربعين سنة لان المنظر له الصمام بالزابط كده اللي هيدخل معايا بالزابط كده اه انما الطريقة دي كمان لو المريض مثلا عنده امراض في الكبد عنده امراض في الكلا لا تحتمل اننا نقوم بأي جراحة حتى بالتدخل المحدود لا ساعتها احنا لازم نعمل المنظر عصلي سنه خمسة سنه خمسة وتمانين سنة اه مثلا فاحنا الفيزيكال بالزبط بالزبط مش هيقدر مش هيقدر يتحمل هذا الكلام في حاجات مصاحبة يعني مريض مثلا سنه تمانين او خمسة وتمانين سنة وعنده مثلا سرطان في القولة عنده مرض مصاحب الـ الوقت اللي بيحتاج فيه الصمام لو دخلنا عملنا له عملية ممكن المرض التاني ده يأثر عليه أكتر من العملية فبالتالي دي استخدامات الصمام الأورتي بالأسطر عندي بقى يعني حاجة مهمة نازم نتكلم فيها بس يعني الوقت برضه عشان دهمنا في الصمامات كلت الوقت في كله من تلزيل الثقب ما بين الأزينين الثقب ما بين الأزينين اللي هو عبارة عن الجدار اللي ما بين الأزين الأيمن والأزين الأيصر فيه ثقب الثقب ده بيعدي الدم من الناحية الشمال للناحية اليمين وده مش المفروض يحصل وده مش المفروض يحصل زي ما احنا شايفين كده على الشاشة هو ده الثقب ده الجزء من الجدار مفقود وابنة ولد بيه ولما نسيبه يعمل شوية تضخم في القلب نتيجة اندماج الدم من ناحية الشمال للناحية اليمين ده تعريف ثقب القلب طيب هو بيأثر علينا ازاي او اعراضه ازاي في الاول ما فيش اعراض انما الطفل اللي بيطولد بيه بيجي له البرد زيادة شوية لما بنجبر شوية بيبقى في شوية نهجان لما بنروح له دكتور ممكن بالوقت بالسماعة يسمع فيه عينين بيجيه ومتأخر شوية على خمسين سنة وخمسة وخمسين سنة ووش بيشتكوا من اي حاجة اهم حاجة في تشخيص السقب ما بين الوزينين انه نعمل ايكو وبالذات الترانسوسفجيل اللي هو بالمنظر ده بيشخص لي سقب القلب بسهولة جدا وبتعالجوه برضو بالتدخل المحدود طبعا التدخل المحدود بقى الحقيقة فرق كتير جدا في المرضى بتوصق بالقلب لانه في الاغلب بيجوا في سنه صغير بتكلمش على الاطفال بتكلم على 17 سنة 18 سنة في الاناس اكتر من الاولاد طب انا هعمل هقفل السقب ده ازاي بنقفله بالتدخل المحدود والمنظر بجرحة 5 سنطي والحقيقة لو بصينا على الشاشة ده سقب حقيقي بصوا حضرتك ده السقب هو بالتدخل المحدود والمنظر هو الفتحة دي هو الخرم اللي موجود ده ده بتربير بتربير بس بنقفله دي عملية مضمونة 100% بس خلاص ونقفله والجرح بعد كده ما بيحسش بيه العيان نسبته يعني طوله حوالي 5 سنطي نسبة نجاح العملية دي 99.5% عشان ما فيش حاجة بس 100% منادرش نقول دايما على اي حاجة absolute انما احنا الجرح بتاعنا بيبقى 5 سنطي ما بيحسش بيه المريض الله يرحمه فريد الاتراش وانا من محبي فريد الاتراش بحب فريد الاتراش اوي يعني لا يرحم انا فريدي لا يرحم وفوزي يعني فريد الاتراش فوزي بالنسبة لي بالنسبة لي هم ففريد الاتراش كان بيقال يعني انا مش متأكد برضه اوي لكن دي اللي بيوصل لنا انه كان بيقالي من ورم موجود في الازين الايسر وده كان بيسبب له اغماءات دي حقيقة ورغم انها عملية سهلة لكن ما عملهاش دي اشهر اورام القلب الميكزوم وهو ورم حميد ورم حميد بس مشكلته في الفوليوم بتاعه انه الحجم بتاعه هي لما بتبقى كورة بتتكون من جدار اما الحاجز ما بين الازينين او من جدار الازين الايسر وبتعمل زي كورة الكورة دي كانت عند فريد الاتراش الله الرحمن والفنان العظيم كانت بتسد السمام المترالي ففيش دم؟ ففيش دم فعشان كده كان بيجيروا الاغماءات دي برضو بنقدر نقفلها دلوقتي بالتدخر المحدود والمنظر من جرح 5 سنطي في الناحية اليمين تحت السادي بنقدر نعمل العملية بمنتهى الامان والمريض بيطلع متعافي تماما من غير منشق الصدر ولا العذاب بتاع العملية التقليدية والقلب تمام وعملية مضنورة برضو عملية تمام ما بيرجعش الورم خلاص احنا بنقدر نستقصره وخلاص وده جرح مثلا بعد عملية استقصال ورم في الالب زي ما احنا شايفين 5 سنطي المريض خلاص تعافى تماما مش محتاجين اننا نشق العظمة دي وبنعملها بالتدخل المحدود والمنظر بمنتهى الامان كعادة امتعتنا في واحدة من ارقى حلقاتك على الاطلاق ونزهة رائعة شكرك تعالم القلب استفاد منها الجميع استفادنا منها على مستوى الاعراض على مستوى التدخل المحدود اللي احدث طفرة كبيرة في الاساليب الالجية وطبعا الكلام لشباب الاطباء لازم نسكره كويس جدا لازم سماعتك تكون كويسة يا جماعة عشان تسمع هي السماعة البداية لان انت مش هتعمل ايكو مش ايدك في الايكو على طول يعني مش انت مش هتعمل ايكو وماشي به لكن السماعة انت ماشي به طبعا فاي مريض انت تسمعه لازم تسبكت لانه ممكن جدا ما يشتكلش بحاجة او حتى يكون عرض العرض وما يقولكش يعني يغمى عليه بس يتهالو الندامة مش هيقولك عليه يعني مش لازم اقولك انا عندي رفرفة صحيح اصلا انا ما كنتش واكل كويس اصلا انا سكري كان قليل شوية انا عندي سكر وسكري قال ما فطرتش السكر فانت تسمع بالسماعة الغالية المحترق كل فلوسك تحطها في سماعة يا حي هتسرق منك جيب سمعتانية عادي تشيلش في قلبك وتسمع كويس جدا طبعا لو مسمعش اللي شكشنس سالسوليك ميرمر اللي موجود على الاورتيك ايريا وان ده يبقى اكيد فيه مشكلة في السماعة تقفوا ودنه هو الايرلي ده سالسوليك ميرمر اللي موجود على الايريا 2 صحيح ال ايه 2 وهو ده بتاع الاورتيك انكمتنس هو ده اللي صعب شوي لكن لازم طبعا تبقى انت عندك برضو البريفرال ساينز بتاع الاورتيك انكمتنس تكون عارفها كويس جدا تكون عارف يعني ايه تشوف ضغط 130 او 140 او 150 على 40 لازم تشير ساسبيكت لازم ساسبيكت اه يعني الوطر هامباوس لازم تكون انت ايدك حس بي كويس البستول شوت الموجودة على الفيمر يعني كل الحاجات دي اساسيات تدل على انك دكتور شواتر طيف العزيزة القيمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع ذا استاذ دكتور اسامة عباس استاذ جراحات القلب كلية طب بجامعة انشامس ورئيس قسم جراحات القلب وجراحات القلب بتدخل محدود بالمنزار من جامعة انشامس واستاذ جراحات القلب وجراحات القلب بتدخل محدود بالمنزار بسروح الطبية الكبيرة مستشف ودي النيل مستشف كروباترا مستشف الجو التخصوصي وزمالة جراحة القلب الفرنسية بجامعة بوردو الفرنسية وزميل الجمعية الأوروبية والأمريكية والفرنسية والمصرية لجراحات القلب الرائد القدير والاسم العالمي الكبير كالعادة بتنورنا وبشكرك شكرا جزيلا للمرة الثلاثة والرابعة والعشرة على تشريفك وقبولك دهوتنا شكرك دكتور عيمان شكرك نورت يا فني من دكتور شكرا خليكوا دايما مع دكتور الاسم الأكاديمي المتميز لساس دكتور وسام فتحي أستاذ المساعد لطب المخ والأعصاب والأسطارة المخية بكلية طب جامعة المنصورة زميل جامعة رامز الفرنسية وعضو الاتحاد العالمي للأسطارة المخية التدخلية والجمعية الأوروبية للأسطارة المخية التدخلية واحد من أسماء القديرة البارزة في هذا المجال أهلا بك دكتور سعيد جدا بوجودك معنا النهار الحقيقة عايزة أهنيك وبركلك على النجاح اللي تعمل في المؤتمر الدولي الأول لأسطارة المخية بجامعة عن شمس وده تم فيه عرض أسطارة المخية على الهواء مباشرة أمام 600 دكتور احكي لي التجربة واحكي لي هذا الاستعداد من فريق عمل المتكامل كمان هي القصة كلها بدأت من فترة أنه كان فيه حلم أنه إحنا زي نعمل مؤتمر يواكب المؤتمرات العالمية ويتم فيه عرض حالات على الهواء مباشرة المؤتمر نظمته جامعة عن شمس بقيادة دكتور رحمد باسيوني هو ده يا جماعة عندك استعداد تعمله حالات على الهواء طبعا كان تحدي رهيب جدا إزاي تعمل حالات على الهواء مباشرة لأن المؤتمر ده بتعمل شيء زيه غير مكانين في فرنسا بتعمل كل سنة اللي هو اللينك وفي أمريكا فالك أول مرة في الشارك الأوسط كان بتعمل حاجة زي كده الحمد لله فريق العمل بالكامل في جامعة المنصورة اللي بيقوده دكتور أشرف عماني معنى ده أستاذ جراحت المنخد عصوب بدأنا نجهز للمؤتمر ده بالحالة وإزاي قدرنا نتعمل الحالة دي على الهواء مباشرة بفضل الله تعالى ولعنى عندنا زيل فريق الحمد لله التحدي إزاي تقدر تعمل الحالة دي بدون محسن مضاعفات قدام 600 دكتور قاعدين في قاعة جديدة جدا بيتفرجوا على الناس وما بيشتغل والحمد لله ربنا وفقنا وتعملت والحمد لله ده حمل نفسي مهم وعايز استعداد زي ما بقوله إحنا على الهواء مباشرة بالضبط هو كان استعداد نفسي واستعداد تقني إنه بقى عنده حالة كل المستلزمات المتاحة أنك تشتغل وإنت بأمان بس الحمد لله ربنا قرمنا دي الحالة مش كده آه ده الحالة ده شاب 29 سنة كان عنده نزيف تحت العنكبوتية وكان عنده تمدد شرياني في المخ كان طبعا القرار هل الجراحة أو الأسطرة فلي العمل خد قرار بال نحن عمل له أسطرة وإذا دخلنا بالأسطرة وعم أفلنا له تمدد الشرياني عن طريق الملفات الحلزونية العيان حصل لريكوفري وخرج بعدها الحمد لله بفضل الله بدون أي تدخل الجراحة الحمد لله تعالى ما شاء الله ده شديد هنرجع تاني للكيس دي نتكلم أكيد عن النوعية دي من الجراحات لكن إيه هو السائل المخي السائل المخي ده السائل عديم اللون بيحط المخ جوه بطنيات المخ وحوالي السائل المخ بالحبل الشوكي السائل ده بيفرز من أماكن محددة جوه بطنيات المخ وبيتم صرفه عن طريق الجاز الواردي للمخ بيقوم بدور مهم جدا 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 في المخ هو الدور زي بقوله بيغزي المخ ببعض الأشياء المهمة غير إنه بيعمل زي ده بقوله بيشير الواست والتوكسنز من المخ نفسها اللي هي السموم ونواتيك التكسير بيشير العوادم يعني العوادم هو زي بيشير العوادم والسائل ده تقريبا بيمر حوالي أربع مرات يعني هو دورة كده خلال اليوم حوالي أربع مرات زي ما قوله ويه بينظف العوادم دي كلها السائل ده لقمة كبيرة جدا بس سؤالي بقى لو حصل خلل في ضغط هذا السائل يحصل بيه؟ مشاكل كتير طبعا أشارة ما حضرتك قدمت في الأول الصداع مرضة كتير بتشتكي من الصداع ومش عارفة سبب هاي لأنه مشكلة هذا المرض إنه بيجي في سنة صغير بيجي من عشرين لاربعين سنوة بيجي في السيدات أكتر من رجالة وبالتالي بتلاقي السيدة الفاضلة بتشتكي من صداع غير معلوم الهوية بتقعد تلف مرة يقوله صداع عصبي مرة يقوله صداع شقيقة هو في الأول ده حاجة اسمها صداع ارتفاع ضغط السائل المخي مصحب معه طبعا ميل القي غفين اضطراب في مستوى الرؤية وبالفحص طبعا بيبقى فيه ارتشاح في العصب البصري وهو ده الخطورة بتكمن في هزا المشكلة ارتشاح العصب البصري المصاحب لارتفاع ضغط السائل المخي هو ده الخطر الأساسي في هزي الحالات ارتشاح عصب البصري ده معناها المجال الرؤية هتأثر بالضبط ممكن لوحدة يفقد البصر في العين في حالات كتير للأسف فقدت البصر واصبت بالعامة نتيجة إنها ما تشخصتش أو ما تعالجتش بدل ايه المضعفات اللي ممكن تحصل نتيجة ارتفاع ضغط السائل زي ما حرق قلت وزي ما قلنا أكتر هزي المضعفات هو العمى أو فقدان الإبصار لأن الصداع هنعالج بأدوية مسكنات الصداع ولكن ارتشاح العصب البصري ده لو مر بالمراحل الأربعة بتوعه ودخل على دمور العصب البصري المريض ممكن يفقد بصره تخيل بنت صغيرة في السن ممكن تعيش من غير ما تشوف يعني دي مشكلة كبيرة طبعا هل ترى إنه في عدد كتير من الحالات اللي لم تكتشف بعد يعني من عشرين لاربعين ست أو بنت أو راجل عنده صداع في كتير من الأحوال ده بيتشخص على إنه صداع نظفي يعني ممكن نشوف حالات كتير أول في الفترة اللي جاية بالضبط هي القصة كلها التوعية إن المريض يبقى واعي إن بأهمية الصداع الصداع مش مجرد عرض بيجي وروح لازم تحتمي به وتدور على سببه وترهك نفسك في الفحوصات إنك تعرف سبب الصداع ده لو موصلت السببه خلاص يبقى وده صداع في مقلب يا جماعة في الطب برضو يعني مزعج أو إن واحد يكون عنده صداع فيروح يكشف فيلاقي ضغطه عالي بالصدفة ويكون عنده ارتفاع برضو في الضغط السائل يكون فيه اتنين مجرمين يعني في جسمه الضغط وارتفاع في ضغط السائل المخي فطبعا هيقولوله أنت الصداع بسبب الضغط فهنعلج لك الضغط بس يستمر الصداع موجود برضو يبقى لازم يتابع وفي نفس الوقت لو اشتكى من بعض أعراض الإبصار لازم يهتم الموضوع ده لأن الصداع اللي واحده مبقاش كافي بيبقى معاه أعراض تانية المريض بيشتكى من الضغلالة في العين يعني المريض دائما بيغير النظارة لو كان بغير النظارة كل شوية ومش عارف أشوف بيشوف زي ومضات ممكن عناية تغمض أو تضلم فجأة أو ترجع مرة تانية ده ملوش علاقة بضغط الدم فلازم نهتم بالأعراض يعني نسمع المريض كويس ونهتم بالأعراض بتاعك إيه دور الأسطار المخية في المشكلة دي؟ طبعا هو بداية كان أسباب ارتفاع تسائل مخي متعددة فكان محدش عارف لها سبب في ناس قالوا يعني الوزن الزائد الأوبيزيتي في ناس قالوا مشكلة في فيتامين A لكن في السنوات الأخيرة بدأهم يرجعهم ان ارتفاع ضغط سائل المخي ده ناتج عن ديء في بعض أوراة المخ بدأت الناس تفكر هل الديء الوريدي ده لأن الديء الوريدي ده هو اللي بيصر في السائل المخ هل الديء الوريدي ده ممكن يكون سبب من الأسباب وجدوا نحالات كتير مصاحب معها ديء في الوريد وبدأت تتحط قطوط عريضة لعلاج هذا الديء ولكن بعد استفاء الخطوات الأساسية اللي هي العلاج التحفظي يعني ما ينفعش أخش أقول المريد لا تعالى هوسع لك الوريدي مباشرة لازم المريد بتاع ارتفاع ضغط سائل المخي يمر بالخطوات الأساسية طبعا التشخيص بعد التشخيص يمشي علاج التحفظي الأول وإذا كان يحتاج بس لسائل نخيعي ويمشي علي لفترة محددة إذا لم يستجب المريد في خلال هذه الفترة نبدأ بقى نفكر في الديء الوريدي وني بدأ ندخل نبدأ بقى نشوف يعني مثلا حالة كده دي حالة من الحالات دي سيدة فاضلة كانت عندها حوالي حاجة و30 سنة وكانت بتعاني من ارتفاع ضغط السائل المخي عادة سنة ونص كاملة ماشى العلاج ومع البازل المتكرر دون استجابه طبعا نكتبز المريدة كل شوية بازل ده لو أخراج السائل عشان بس الألفاظ دي للناس البازل ده مجرد إبرة بحطها في الظهر في الحبل الشوكي من تحت في الفقرات القطنية وابدأ أشوف السائل ده وابزي الجزء منه واتخلص منه المريدة دي فضلت قاعدة حوالي سنة ونص تقريبا ماشى على العلاج والبازل المتكرر دون استجابه والفحص القلعين بتاعها كان بيتراوح ما بين واحد واثنين عملنا لها الفحصات ووجدنا عندها ديء في الوريد المخي بعد منقشة المريدة وشرح لها الحالة بالزبط تم توسيع هذا الوريد وزي ما حالك شايفت دي شكل الوريد بعد تركيب الزعامة وبفضل الله Ecולal السيدة الفاضلة يعني آخر فحص القاعدة التي كان تماما شاء الله يعني مفيش في حاجة الحمد للتشوف دي دعامة في الوريد يعني دي شبح أو هي نفس الدعامة اللي بتتكت في الشرنية تجيه؟ هي نفس الفكرة ولكن ليست نفس الدعامة بس هي نفس الفكرة في الأوعية الدموية دعامة في الأوعية الدموية بكل شروطها بتاخد برضو مسايلات دم بعد كده؟ آه تيمشي على مسايلات دم طبعا قبل وبعد تركيب الدعامة هنشوف حالة تانية برضو وتحكي لي قصتها لأنه قصص مسيرة هين آه دي السيدة فاضلة كانت بتعاني من ارتفاع دعوة السيدة المخي ولكن كان معها مشكلة رئيبة جداً متشكي من تانية طيب زنة في الوضن آه وكانت مقلقة لها جداً برضو المريض دي فضلت حوالي دي بقى ما عايش سنوص دي بقى لها خمس سنين أوكي آه ماشي على لاج والبازل وكل ما تيمشي علاج تكتشف أن الارتشاح بتروح من واحد يعني واحد اتنين اتنين واحد ما اختفاش تماماً آه كان مشكلة الأساسية برضو غير الارتشاح الزنة بتيجي في وضنة عملنا لها فحص رانيني على وريدة واكتشفنا دقيق الوريدي ده برضو إسنا لها ضغط سأل مخي لقناع عالي تكلمنا مع المريدة وتنقشنا معها أنه هنحتاج نركب دعامة وده شكل الدعامة بعد أن ما توسع ولو جينا نشوفنا الشكل أنه هنقل الوريد كان دائق جدا الحمد لله فضل الله ده شكل الوريد بعد تركيب الدعامة والتنص اختفقت تماما يعني زي الوريد اختفقت تماما منه ده المريدة يعني إذن برضو هنا نرجع تاني يعني بحكم شغل البطنة أنه الأعراض لازم تفسر تفسير صحيح لأنه في كتير من الناس صداع زنة في الودن هيتقال لهم أنت عندك عدم اتزان أو عندك التاب في الأزن الوسطى وهنعلنك عدم التاب في الأزن الوسطى هي للأسف دي المشكلة في بعض الحالات بتروح لأول دكتور قام في الأزن وتعالج على أنها مشكلة في الأزن الوسطى ولكن الزنة التي تجي في الودن تبقى يسميها حاجة اسمها الزنة الوعائية حتى المريض دايما يقول لك يعني وصفه دقيق يقول لك المريض أنا ما بضغط على الرئابتي كده الزنة دي بتروح دي بالنسبة لنا ده يجنيوستك لازم تطرحك لازم تاخد بالك منها هسأل حضرتك سؤال يعني عجيب شوي يعني سؤال مش علمي بس سؤال جماهيري النوعية دي من العمليات خطيرة أم لا مش خطيرة؟ طبعا خطيرة طبعا ده سؤال جماهيري لا لا طبعا ما فيش حاجة في الدنيا مش خطيرة انت بتكلم في عملية انت بتخش عن طريق الوريد بتركب دعمة في الوريد بتعرض المريض ان هياخد أدويت سيولة قبل وبعد فلازم يكون المريض فعلا محتاجها لان لو المريض مش محتاجها انت بتعرض المريض لمشاكل كتيرة طبعا فلابد زي بقول حضرتك احنا لابد ندي المريض فرصة الأول ندي له فرصة يمشى على علاج التحفظي الأول لفترة ونشوف استجابة المريض المريض يستجاب تماما كويس جدا طب المريض لم يستجب لمدة سنة على الأول لو حصل تطور سريع للحالة ما نستناش سنة لانا ممكن في خلال سنة دي يفكر الإبصار تماما بنتابع المريض لانا استجاب خلاص طب لم يستجب المريض نضطر للتدخر وبنفهمه بنقول له حضرتك خلي بالك انت هتمشى على أدويت السيولة لفترة محددة العيان هنا بيعود لحده الطبيعة بعدها دي لا بخرج من الأسطرة بعدها بعد 20 ساعة على طول وبنتابع فحص قال عين يعني معظم الحالات اللي احنا تعاملت فحص قال عين بعد ثلاث سهور رجع للطبيعة تماما طبعا المريض متخيل ان انا هعمل له الدعمة النهاردة فحص قال عين هرجع نورمال بعدها على طول لا ما بتحسنش مش قابل من ثلاث سهور عشان العين ترجع لطبيعتها هرجع بقى للمؤتمر الدولي الأول الأسطرة مخية بجمعة عين شمس اللي حضرتك شركت فيه وكان بس على الهواء مباشرة الإجراء جراحي بأسطرة مخية أمام 600 دكتور ده إجراء رائع جدا عايز الأول تشرح لنا بالراحة يعني هي أسطرة مخية أسطرة مخية هي زي فكرة أسطرة القلب بالضبط إحنا بنخش عن طريق الشرياني الفخد تحت جاز أشعة والمريض سواء لو تشخصية بيبقى متخدر موضعي لو علاجية متخدر كلي وبنخش على المشكلة الوعائية الموجودة وبنحلها لو تمدد شرياني بنقفله عن طريق ملفات الحزينية زي محمدلكم شايفين لو دي أسطرة مخية وتمدد شرياني الحالة اللي انت عملتها دي اللي تعملت تمدد شرياني لشاب كان كاب سنة كان حوالي 29 سنة 29 سنة ضغط دم منطلشه أنيوريزم هو كان مدخن مدخن شريح عيب شرياني يعني أنيوريزم كان تمدد شرياني وانفجر وعمل له نزيف تحت الانكبوتقية وكان الخيار هلنعمل جراحة ولا أسطرة فأتخذ قرارة ده فريق العمل فريق العمل ده فريق عمل جامعة المنصورة مكتر أشرف كل مشكلة يعني فريق العمل مكون من كام فرد لا احنا فريق كبير يعني الحمد لله بفضل الله تعالى يعني على مدار أكتر من 15 سنة الحمد لله بفضل الله تعالى ما شاء الله تجامعة المنصورة الصرحة الطبية المنصورة دايما يقولوا عليها يعني حاجة متفوخة جدا ما شاء الله عليكم بيزاكلوا بتقول المنصورة كوي ده إيه ده البحث ده ولا ده دي تيل بتاع الحالة ده الملخص ملخص الحال ملخص اليوم يعني اللي أجري فيه اتجاهز للحالة دي فأديه يعني المؤتمر قبله بأديه تجاهز يعني هو المؤتمر إحنا كانت بتهمي العدد لهم من شهور ولكن الحالة دي تجاهزت قبلها بإسبوع الحمد لله على الهواء مباشرة مازال طبعا الفيديوهات موجودة على المواقع أو على صفحتك آه الحمد لله أنا أقصد لو حد من شباب الأطباء عايز يتفرج آه إحنا عملناش مشكلة شاب الأطباء اللي عايز يشوف أي حاجة متاحة مفيش عندنا اللي متل وحتى أي يعني طبيب حاب يحضر معنا يعني فيش مشكلة بالنسبة لنا خالصية حكيلي بقى العملية تجرى زائر عايز أتكلم على القسطرة المخية العملية بتجرى أن المريض يتم التخدير وطبعا تخدير كله آه على طرابيس الأشعة ويتم الدخول عن طريق شرياني الفخد ويتم الوصول لأقرب نقطة نقدر ندخل منها عن طريق التمدد الشرياني بنخش بقسطرة متنهية الصغر جدا للتمدد الشرياني أو الكيس ده من جوا ونقوم بغلق هذا التمدد الشرياني عن طريق ملفات الحلزونية الصغيرة وبالتالي بنمنع الدم اللي بيخش للكيس ده أنه يعدي فيه وبيعدي في مصاره الطبيعي وبالتالي بنحمل المريض أنه ممكن الكيس ده ينفجل مرة تانية ممكن نتابع العام ده بعد كده أوه بيتابع طبعا تابع لأن بيتابع لمدة التعليقة لسنتين بعدها سواء بالأشعات أو بالأسطرة تشخصية بعد كده سنتين؟ آه سنتين على الأقل طبعا هتجروا تاني يعني في المؤتمر يعني المؤتمرات القادمة هتجروا النوعية دي من الإجراءات؟ لو في مؤتمرات بنجهز طبعا حالات آه الحمد لله يعني عندنا يعني آلا صحيح الحمد لله كانت مشكلة الأسياف في الرهبة في الأول أنه أنت تشتغل حالة على الهم مباشرة أنت كانت صعبة يعني على الفريق كله 600 دكتور متخصصين؟ آه متخصين من جماعة تخصص الموخ والعصاب والأشعاء كان عليهم بقاعدين في قاعة طبعا أنت تجري هذه الحالة هي القصة كلها طبعا ده بيتم في مؤتمرات بره مصر إنه تعمل في الشرق الأوسط حاجة زي كده كان الأول مرة وكانت بالنسبة لنا في الفريق كله كانت صعبة شوية نفسيا يعني لأن طبعا تخيل حضرتك اللي مريض ده كان حصل له مشكلة على الهواء وارد طبعا أي مريض يحصل له مشكلة على الهواء كانت تبقى مش لطيفة خالص يعني لا يعني هنا فيه تحدي إنه النجاح العملية وفي نفس الوقت إنه كل اللي بتراجع عليها الجراحين يعني امتحان وفي نفس الوقت يعني على الهواء مباشرة وفي نفس الوقت بيعلم يعني ده طبيعي في التعليم يعني دايما أنا حتى بمعمل مخاضرة لما بقول مخاضرة للطلبة بحيث إن الطلبة بتمتحاني لازم أكون جاهز لأنقليهم الأسطرة المخية الناس عارفها عنها معلومات جيدة في السنوات الأخيرة قوة يعني كانت مشكلة في الأول طبعاً في المشكلة إن أنت تبدأ تنشر الوعي عند الناس بأهمية الأسطرة المخية وإيه الأمراض اللي بتعالجها وإيه مزاياها وإيه عيوبها كنا بنعيني طبعاً إنك تقنع مريض يعني أسطرة مخية طبعاً الناس فهمة أسطرة الأبكويس جداً ومستوعبها لكن إنك تقنعه بالأسطرة المخية كان شيء صعب لكن في السنوات الأخيرة لا طبعاً الحمد لله بفضل الله ما عادش فيها مشكلة خالص يعني هل ما قلناه سواء في ارتفاع السائل المخي أو في الأنيوريزم أو تمدد الشرياني موجود في المخي هل العامل الوراسي فيه مهم يعني لو فيه حد في العيلة حصله النوع ده من الحالات أو فيه عامل الوراسي وفيه نسب تفقد حياتها الأسطرة أهلاً أو فيه حالات كتير طبعاً والعمل الوراسي وارد في حالات زي كده لدرجة إن فيه بعض يعني السنترز برا مصر لما بيلوه حد في العيلة عنده أنيوريزم بيبدأوا يعملوا تمدد شرياني يعني فيه حالات كتير يعني فيه ناس بيتموتوا نعم حصلوا انفجار لتمدد شرياني وبيموت على سريره يعني وفيه مشاهير كتير توفر يعني مشاهير كتير توفر بسبب تمدد شرياني عطسة كحة واحد يتشاور في الحمام وقع وقع كحاية كحة جمدة عطسة جمدة ده بجد رفع الضغط المخ فجأة فجأة الشريان الضعيف انفجر هقولي الجملة وحدها تكملها لي كما ترى على كل من يشتكي من صداع أنا على كل من يشتكي من صداع لأول مرة أو تغير في طبيعة الصداع إنه يراجع الدكتور بتاعه احنا بنقول دايما يا جماعة يعني الصداع اللي انت متعود عليه وعملت له فحوصات قبل كده أوكي ما فيش مشكلة لكن لو اتغيرت حدة الصداع أو مدته أو شكله بأي شكل من الأشكل أو فجأة أو عدم استجابة مش هتخسر حاجة لما ترجع للطبيب بتاعك وتستشيره وتعيد الفحوصات مرة تاني لأن معظم هذي الحاجات بتبقى موجودة كاملة ما نعرفش عنها حاجة وبتظهرش غير لما يحصل مشكلة كاتاستروف انفجار فتظهر المشكلة ما فيش مانا أنك تروح للطبيب يفحصك وتعمل الفحوصات اللي هيطلبها منك وتبطمن على نفسك لكن ما تعتبرش الصداع ده يعني عرض تافة لا الصداع ده من الأعراض المهمة جدا لابد ناخد بالنامنا الجملة الثانية تخوف البعض من البزل في ناس كتير أو تقول لهم هبز المنظارة كلك أنت هتشليني على فكرة ده مشهور بين الناس احنا ما بنشرح له هي زي إبرة البنج النصفي كل ناس تبنجت نصفي قبل كده لأن احنا بنشرح المريض اه وفي خوف طبعا من ناس من إبرة البزل بس يلاك ما بيستعب告 او بيدفهم خلص ما في فهم مشكلة بحمد الله مرضى ضغط الدم المهمل نقولهم إيه ضغط الدم ده ممكن يوصلك لوجود تمدد شرياني وظهوره وانفجاره وحدوث نزيف في المخ لأنه من هم الأسباب بالتمددداد الشريانية في المخ هو ارتفاع ضغط الدم اللي مش مصبوط يعني المريم عنده ضغط دم ومش متابع أو مبيخدش علاج له وضغط الدم ده يفضل يعل للحد إما يطلع تمدادة الشرينية في المخ وفجأة تنفجر تعمل النجيف تمدادة الشرينية دي جماعة بالضبط زي ما حضرتك يكون عندك عجلة في العربية وتلاقي في حتة بزت منها بتاع العجل بيقولك إيه غير عجلة دي اللي تنفجر منك في السكة الجملة دي مشهورة قوي وانتو عارفين يعني إيه طبعا كل اللي عنده عربيات عارف يعني إيه حتة بزة في عجلة العربية بلونة طلعة من العجلة بلونة طلعة من العجلة هي دفس الحكاية بلونة طلعة من الشريات تبقى ضعيفة فجأة ممكن تنفجر تعمل المشكلة الرسالة التي توده أن تصل إلى كل الناس اللي مش فهمة قيمة طب المخ والعصاب فيه ناس مش عارفين إيه طب المخ والعصاب فكأنها جراحة مخ والعصاب لا أهو في تخصصين في مصر فيه طب المخ والعصاب وفيه جراحة المخ والعصاب وأعتقد في الفترة كان ياس مش فهمها زمان وفيه الطب النفسي طبعا يعني فيه ثلاث تخصصات لا أعتقد المواطن المصري بقى واعي دلوقتي وعارف الفرق بين الطب النفسي وفي الطب المخ والعصاب بين جراحة المخ والعصاب أنا بحييك على الأداء المبهر في المؤتمر الدولي الأول قطر خيراً جامعة آنال شمس حاجة فقط نفتخر بها جداً وإجراء رائع وتمنى أن النوعية دي من يعني أقول إيه العمل الجماعي المبدع العمل الجماعي اللي نفتخر بين ورد الناس في العالم لأن الحاجات اللي كلها بتسمع في العالم بشكل إيجابي جداً جداً الناس في العالم لما يقول لك في مصر فيه جراحي تم على الهواء مباشرةً أمام 600 زي اللي بتعمل في فرنسا زي اللي بتعمل في أمريكا فده إحنا بنقول لهم إحنا عندنا الاستعداد كتيب وورد واستعداد التقني لأن الحاجات دي تقنياً مهمة جداً فيها الاستعدادات بالأجهزة واستعدادات بالدعم وطبعاً كل شكر جامعة إن شمس الحياة يعني الناس عملوا شغل حلوة طبعاً طبعاً وزي ما أقول حارك قلت هو كلمة السر كلمة السر في أي نجاح في أي مؤسسة في الدنيا هو أو العمل الجماعي محدش بينجح بنفسه محدش بينجح لوحده العمل الجماعي أو الفريق لما بيقع إن هارموني أو متناسق مع بعضه هو ده اللي بيعمل النجاح في أي مؤسسة في الدولة وسواء كان الطبية أو الطبية عشان كده أنا لما هختم هختم بصورة العمل الجماعي يعني أنا عايز آخر صورة تكون موجودة هي الصورة دي الصورة دي كل اللي فيها أبطال كل اللي فيها يعني يعني من الخير مش هسين ننسى حتى اللي أعدنا نتكلم كل حد هنخلص اليوم يعني النهار المرة جاية بقى نتكلم عليهم بالتفصيل إن شاء الله نورتها الدكتور وسام من آخر الاسم القدير وواحد من الأسماء الأكاديمية المتميزة للغاية واحد من نجوم عالم طب المخ والأعصاب لست دكتور وسام فاتحي أستاذ مساعد لطب المخ والأعصاب والأسطار المخي وكلية طب جماعة المنصورة زميل جماعة رامز الفرنسية وعضو الاتحاد العالمي لأسطار المخي التدخلية وعضو جمع الأوروبي لأسطار المخي التدخلية شرح لنا النهاردة واحدة من الجديدة أو من الجراحات المتخصصة في ارتفاع ضغط السائل المخي وأيضا عرجنا على كيفية التعامل مع التوسع أو التمدد الشريان التفاع السائل المخي واحدة من المواضيع المهمة جدا المرتبطة طبعا كلمة صداع كلمة أصبحت النهاردة بعد الحلقة دي كلمة مهمة في قموس كل الناس مش كلمة ملخصة إن أنا روح صيدالية أخذ مسكن ألم وما بصش الصداع إذا عرض السيمتومز عرض وراه قد يكون حاجة تفهجة أو قد يكون بعض مخيف جدا دور أنت بس وراه إيه لأنك للأسف لو ما دورتش ممكن نتيج تبقى وخيمة للغاية وخيمة قد تصل إلى فقدان البصر زي ما شرحنا بالتفصيل في حلقة النهاردة نورت الدكتور وسام وساعدنا بوجودك معنا شكرا يا فرم شكرا خليكوا دايما مع الدكتور أهلا بكم تعالي أكلمكم على المسكوطة عنه المضطنش اللي ما حدش وقبله منه اللي الناس كتير بتهمل فيه فيتامين دي الله أهو فيتامين دي متطنش بدأت الناس تفهم شوية أهميته بدأوا يقربوا شوية منهم يعملوا فحوصاته يعملوا خاص بيه جنا متأخرين شوية عن بقية العالم فيتامين دي يا جماعة مهم جدا وفيتامين دي سبتة علميا تبقى لكل الدراسات الموجودة فيه أولا الكلينيكال اندوكراينولوجي لتاعتنا احنا دي في الكلينيكال متابوليزم قالوا ان تأثير فيتامين دي دي احنا اللي قلنا وقلنا لزمائلنا واسدتنا لكاتلة النسا لنهم انه مهم جدا لنجاح الحقن المجهري هو التزام الطبيب بمعدلات والمريض يعني بفحص فيتامين دي وتزبيط معدلاته عملوا دراسة على 154 ستة كانوا بيعانوا من نقص فيتامين دي و181 ستة لديهم فرص وفرة من فيتامين دي قادوا بالتنين وجد ان السيدات اللي عندهم نسبة جيدة من فيتامين دي عندهم فرص الحملة من خلال حقن المجهري بنسبة الضعف مقارنة بالستات اللي عندهم نقص في فيتامين دي الله على هذا الكلام يبقى لازم حضرتك يا فندم لما تروحي لدكتورك وانتي سواء عندك تأخر إنجاب او عندك حقن مجهري او عندك مشكلة خاصة من مشاكل تأخر إنجاب تقولي له يا دكتور العزيز انا عايزة حلل الفايتامين دي اي ممكن يكون ناسي وزملائنا وشباب الأطباء ياخدوا بالهم جدا ان فايتامين دي مهم جدا كليفل في ضمان نجاح الحقن المجهري وضمان عموان طبعا طالما انا بقول ضمان نجاح الحقن المجهري يبقى من باب اولى من باب منطقي جدا ضمان حدوث الحامل الطبيعي النهاردة عندنا حوار مثير ومهم جدا وعنوان ومهم اوي اما هنتكلم على قنوات فلوب وهنتكلم على بعض المصاعم التي توجد امام مشاكل تؤدي الى تأخر إنجاب بس قناة فلوب انا بقول انها هي مظلومة مظلومة لان احنا ما تكلمش فيها كتير ومظلومة لان مشاكلها بقت كتير بالمقارنة بالحوار الاعلامي التفقيفي والانتفق عندها اعتقاد انه قناة فلوب لما ييجي سيرتها المشكلة تبقى عنيفة قوي وصعبة الحال ده انطباحات عند الناس لكن تعالوا نشوف الكلام العلمي مع صاحب المقام الرفيع وضيف العزيز واحد من البارعين اللي بسعد جدا بوجودهم وبحوارهم العلمي الدقيق مبهر وايضا الذي يختار بدقة متى يتحدث عن ايه والموضوع اللي هيكلم عنه بالتفصيل هو ايه ضيف العزيز استاذ الاسزة في هذا المجال استاذنا الاستاذ دكتور عادل أبو الحسن لا يمكن بأي حال من الأحوال ان يكون الحق المجهي يعتمل على شخص واحد هل تشوهات الحياة المنوية تلعب طور كبير جدا في فشل الحق المجهي بالذات لما تكون تشوهات في رأس الحياة المنوية تشوهات الراحم ومنها ست موجودة بيها ومنها نتيجة لتداخلات خاطئ هل الأوراق اللي فيها لهذه الدرجة تؤثر الحق المجهي جميع الأوراق المجهية يمكن استقصارها الأستاذ الدكتور عادل أبو الحسن استشاري أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم عند الزوجين استشاري الحق المجهري وأطفال الأنابيب زميل جماعة كيل للمناظر والجراحات المايكروسكوبية بألمانيا وعضو الجماعية الأمريكية للخصوبة والعقم ضيف العزيز أستاذنا للأستاذ دكتور عادل أبو الحسن بنور الدكتور عادل بيها أهلا محضاك ده نور ده ده نورك والله إنت اخترت النهاردة قنوات فلوب ويعني قلت ده أنا هعمل لها حلقة كابلة لوحد بالزبط بالزبط ليه؟ لماذا أهمية قناة فلوب أو قناتي فلوب هي الحقيقة مش واخدى حظها قوي مع العلم يعني أنها من أهم من أهم الأعضاء التناسلية عند المرأة اللي بتؤدي إلى الحمل السباكن الحمل الطبيعي أو الحقن بالوسائل الإخصاب المساعدة فأنا شايف أنها مش واخدى حقها قوي كمان الأورنس عنها وعند السيدات في حاجة كتير قوي ما يعرفهاش عن قناتي فلوب فأنا أصدرت نحن نتكلم بالموضوع ده ونفرد له حلقة كاملة بحيث الناس يبقى عندها الثقافة الكاملة في هذا الموضوع قناة فلوب من المعجزات ومن الأشياء التي عندما ينظر لها الإنسان بتماعهم يعني هيقول سبحان الله هو كل حتة طبعاً بس قناة فلوب تحديداً فيها إعجاز رائع جداً تأثيرها ودورها الإعجاز في قناة فلوب إن هي أهم مكان في جهاز التناسلية للمرأة بيتم في تكوين البيبي يعني هي أولاً اللي بتوصل الحواري المنوي للبوايدة أو البوايدة الحواري المنوي ويتم الأخصاب زي ما احنا هنشوف ده الوقت في الفيديو جوة قناة فلوب في الجزء الأوسط من قناة فلوب الأنبولة يبقى طلع قناة فلوب القناة فلوب لها أهداب الأهداب دي بتاخد البوايدة تدخلها جوة قناة يقابلها الحواري المنوي اللي يدخل من المهبل ثم التجوين في الراحم ثم قناة فلوب ويتم التخصيب للويدة بالحيار المنوي وتغذيتهم بالسائل اللي بيفرز من خلال الأهداب اللي جوه قناة فالوب وبعد ما يتخصى بيبقى زيبو تبقى إمبريو تخش الرحم بعد خمسة أيام ويتكون الجنيل ويبقى دي أهم أنا رأيي دي أهم خطوة في مراحل تكوين الجنيل فده دي معجزة يعني يعني دي بتقوم بدور رائع يعني أو دور رهيب من غيرها ما ينفعش بقي في حمل ينفع في حالة واحدة بس في الحقن المجهية لو هي فيها بسولوجي أو مزدودة أو فيها سائل أو فيها صديد أو فيها دم يمنع الحمل الطبيعي يعني قناة فالوب هي قناة إذن لها شكل تشريحي لها وظيفة فيسيولوجية بالضبط في أمراض ممكن تأثر على الأكيد على الشكل والوظيفة فلعايزة تكلم على الشكل والوظيفة والأمراض أولا قناة فالوب دي هي تقريباً بالنسبة للشكل التشريحي بتاعها طولها حوالي 10 سنتي بمتوسط من 10-13 سنتي وبتطلع إمبريولوجي بقى أو التخليق بتاعها من الموليران داكت من الجزء الأعلى أو الجزء الأعلى من الموليران داكت وهي طولها 10 سنتي وهي المكان بتاع أو المكان بتاع التخصيب الجنين فيه في خلالها أربع مراحل يعني يعني من المولير بأربع مراحل قناة فالوب تنقسم لأربع أجزاء الجزء اللي طالع من المراحل مع طول أو الجزء اللي داخل جوة عرضة الرحم ثم الجزء الأوسط اللي هو الأنبول للبارد ثم الجزء الأخير اللي هو فيه أهداب قناة فالوب دا بالنسبة للصفة التشريحية هي متبطنة جوة بقناة أو بهداب أو سيليا السيليا دي بتفهز مواد معينة بتعمل نارشمنت أو بتعمل تغذية للجنين أو للجنين هو تقصد جوة قناة فالوب دا بالنسبة للصفة الفيسيولوجية بتاعتها ثانيا هي قناة اللي بتنقل الجنين من داخل التجويف بتاعها إلى داخل التجويف الرحم عن طريق حركة معينة بتأدي في آخر بعد خمس أيام هو دا في الصورة هنا يتم إخصاب الجنين أراضيما ما يحطوا التقصيد في هذا المكان ثم ينتقل إلى الرحم بعد ذلك بحركة نودية معينة بعد خمس أيام إلى داخل التجويف الرحم دي الصفة التشريحية والصفة الفيسيولوجية الأمراض التي تصيب قناة فالوب فيه حاجات بقى التهبات مزمنة زي التهبات البكتيرية اللي هي الجنو كوكاي اللي هي بتعمل أو بتعمل خراج ما بين المبيض وقناة فالوب وده بيؤدي إلى التساقات شديدة وانسداد في قناة فالوب وانتفاق لقناة فالوب شوف دي قناة فالوب جميلة أول من داخل هنا دي السلية بقى وحط منها وداخل فيها داخل عشان تخصة بالبوية سجادة غريبة سجادة جميلة من الفيديو رائع اللي احنا شوفينه مكت كأنا مكت يعني بس داخل إتربنا ده حاجة عظيمة جدا شوف الحركة بتاعت الأهداب الحركة الأهداب دي طبعا بتصوارب بالميكروسكوب الالكتروني يعني هي طبعا ضيقة جدا ما يبانش إلا دي صورة بس توقارب اللي بيحصل فعليا يعني الحاجة التانية الأمراض اللي بتصوير قناة فالوب يقام أمراض نتيجة للتهابات مزمنة زي الالتهابات البكتيرية أو الفطريات وده بتعمل حاجة خطيرة جدا متؤدي إلى الانتساقات ومتؤدي إلى انسداد قناة فالوب بسمها أو الخراج اللي ما بين قناة فالوب والمبيض وده طبعا لازم أنتم التعامل معها بحرص شديد وتشخصها لازم يكون دقيق جدا سواء كان بالمنزار أو بالأشعب السابقة أو بالصنار وباع الأبعاد الحاجة التانية انسداد قناة فالوب نتيجة لي بتانت راحة مهاجرة ممكن تعمل انتساقات شديدة في الأهداة بتاع قناة فالوب وتسد قناة فالوب وتعمل برضو انتفاق فيها وانتفاق دموي هنا برضو ده هيتم التعامل معها بعد كده بإنك تتفصلها أو تستأصلها أو بالمنزار الجراحم كمان الحمل خارج الرحم طبعا ده موضوع كبير وعزو حلقات كتير بس الحمل خارج الرحم هم مكان فيه في قناة فالوب قناة فالوب لابنجي في حمل خارج الرحم لازم يتشخص بدري وتلاقي عشان يتشخص لازم عايز تحليل معين بيتا اتشي سي جي وكمي عدد هرمونات الحمل كميا ويقرر بعد 48 ساعة عشان تشخص ده فيديو رائع من راحة الحمام المنوي من داخل الرحم برضو يعد من قناة فالوب عشان يخصب البؤيت ده طبعا قد يكون الحمل خارج الرحم فيه قناة فالوب نفسها في قناة فالوب نفسها ده أهم مكان يجي بعد كده بقى في المبيض يجي في البطن يجي في عنق الرحم يجي في حاجات كتير بس أهم مكان هو القناة فالوب سواء كان اليمين أو الشمال وده طبعا بيتعالج بالمنظر الجراح هنا بيوريني تقريبا تقريبا كده أدي حمل خارج الرحم في قناة فالوب في قناة فالوب نعم الجنين فشل في أنه يصل إلى تجويف الرحم نتيجة بقى الالتهابات نتيجة أن فيه انسلت هنا الجنين وقف هنا أشوف أحد ده أنا نفهم هنا بقى أن في حاجة غلط بدأ التحس غالي ما بقى الالتهابات أو جراحة سابقة أو التساقات حارين قناة فالوب فبتوقف بالذات لو فيه قيصرية عمل بطريقة مش كويسة أو عملية السلال وغيره مريفة مش كويس بيؤدر للتساقات في قناة فالوب ما بتتحركش كويس فيوقف الجنين هنا يوقف ولازم تشخص بهذا لأنه ده بيعمل نزيف داخلي ولازم فيه حد من ممكن يحصل الحمد الخير على حكم وإلا مش هيشخصه عظيم الستات اللي عندهم تأخر إنجاب ممكن يسمعوا ثلاث جمل مرعبين يتقلهم أنت عندك انتفاخ في قناة فالوب واحدة ثانية يتقلها لا أنت عندك ديء في قناة فالوب واحدة ثالثة يتقلها أنت معديش قناة فالوب من أساسه إيه الثلاث حاجات دونك؟ العيوب أو الأمراضة التي تصيب قناة فالوب يقيم عيوب خلقية يعني الواحدة الستة تولدت بدون قناة فالوب أو هيبوبليزيا أو هيبوبلاستيك يعني فيه ضمور يعني مش موجودة خالص أو فيه ضمور في القناة النفسية تبقى قصيرة أو يبقى ديئة جداً أو القناة اللي جوة اللي هي اللي يمشي فيها الجنين مش موجودة أصلاً فده ربنا خلقها كده يعني مش موجودة إما فيها ضمور إنسداد في قناة فالوب إنسداد اللي عند الفين بالإنت بتاعتها اللي هي الأهداف بتاعتها بتتسد نتيجة الاتهابات نتيجة عاملات كده فتتسد فيتجمع فيها السائل اللي بيمشي من جوه الرحم يوخة وكبرة اللي بيمشي فيه الحنات المنوية يتجمع جوه يبقى سائل راكد يعني يعني يعمل الاتهابات هذا السائل بيبقى سامل الأجنة يعني بعد كده تفضلت نفخ نفخ ولازم هنا فيه تصرف جراحي بالمنظر عشان تفصلها لإما تقفلها وتفتحها من الطرف الآخر عشان ممكن يأثر على السبت نفسيا إنها تشيل قناة فالوب احنا هنا هنشوف بقى الفيديو دا رائع جدا لقناة فالوب شوف من تدخل قد إيه وبتتفصل إزاي عامل إزاي خيارة تخينة كده بص عامل إزاي هي طلعة كويسة احنا هنا لازم هنفصلها قبل أي إجراء لوسائل مساعدة الإخصار بالمنظر بالمنظر الجراحي جرس إن إحنا حاجة من اتنين يابنكويها بالبيبولر بالليزر أو إن إحنا بحطك لبس عليها أحسن دا بيبولر بنكويها ونفصلها دا كي كي بالمنظر كده خلاص لمنك يا ستي إجراء بسيط جدا وده على فكرة دا من ضمن التحضيرات الحق المجهية لازم تستبعد حاجة دا كده من التحضيرات المهمة يعني وده إجراء بسيط خالص وليخدش وقت يعني ممكن تقف لحد كده وتبعدهم عن بعض عشان ميحصلش ريكا ناليزيشان تاني أو يلتسكوا مع بعض تاني فلازم تبعدهم عن بعض أو تفصلها تشيلها خالص عشان ميبقاش لا منها ولا كفايتش دا ما بقوله يعني خطوة ما هي متصلة هتبدأ تنازل كل إفرازاتها تنازل كل مشاكلة على راحة على الجنين فالأفضل أننا هنفصلها خالص هنا بقى الكليبس هيغلقها بس هيقفلها بس حط عليها كليبس كده تيوبا الكليبنج دا زي كده بس دا يعني إجراء أسرع وأسهل لو حد ما عندوش خبر أو في المناظر يعني أو كده بيحطك لبس ويطلع بس طيب فيه سؤال دايما كانان يعني يسأل هل يمكن أن تصاب قناة فالوب ببطارة راحة المهاجرة؟ طبعا هي بطارة راحة المهاجرة أساسا السبب بتاعها أو أهم سبب ارتداد الدورة الشهرية جزء بينزل من المهبل وجزء بيرتد عن طريق قناة فالوب الدم اللي بيرتد عن طريق قناة فالوب ده ثم هو دا بطارة راحة المهاجرة فبينزل منها على الحود جوه زي ما احنا شايفين كده راح تقلي فيه دم نازل من قناة فالوب في الفيديو ده دا أنيميشن بس دا الواقع اللي بيحسن بيعني بطارة راحة مهاجرة بقى في الحود اهو الدورة نزلت من راحة بقى تحت وهنا برضو هيجي هنا فيه دم هينزل من هيبين في الفيديو اهو اهو شاهد اهو هنا الدم طالع من قناة فالوب بينزل بقى على المبايد يعمل كياس دموية وينزل في الحود يعمل طالة راحة المهاجرة ويعمل في قناتنا فالوب نفسها التساقات شديدة جدا بتؤدى بعد كده انها مسدودة تتسدى تماما كلمة التساقات طالة راحة المهاجرة مرتبطة بكلمة قناة فالوب التساقات مرض مزعج ليه اللي التساقات بتزيد في قناة فالوب التساقات بتزيد في قناة فالوب لان هي دائمة الحركة فبتلزق في اي حتة فيها مشكلة يعني هي على طول بتتحرك عشان فيه سائل ماشي فيها رايح جاء على طول فهي الحركة دي دي بتاعتها بتتم بصفة مستمرة طول اليوم لما يبقى فيه حاجة عاملالها اريتيشن عاملالها التهاب او دم النازل حواليها بتلزق بسهولة جدا جدا وعشان كده التدخلات الجراحية بالذات في المواد النساء يجب ان الدكتور او الطباء الشبان يهتموا جدا بالانسجة يعمل الانسجة باحترام شهد بالذات 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 الجهاز التناسولي عندها السيدات لان بالذات القناة فالوب والمبيع لو حصل فيه ملتساقات هيقدوا لمشاكل كتير جدا اهمان ان مش هتحمل طيب واحدة مسلا عامل قيسرية وقاعد بعدها تستنى تحمل تحمل اشتركيبة لولب تشيلوا بعد كده ست وشهور مفيش حمل سنة اثنين مفيش حمل ليه؟ في الغرب هيكون حصل التساقات والالتساقات دي مش لازم يكون دكتور ممكن يكون نوعية السيدة نفسها جسمها عنده قابلية للالتساقات استخدام الات الى حد ما مش حديثة قوي كل حاجات دي ممكن تقدي الى التساقات بالذات في قناة فالوب لانه حاجة رقيقة جدا وانه سهل انها تلتصق في اي مكان سؤال اللي جاي ده يعني بيختر في بالي بشكل كبير ومهم للغاية وهم الاطباء كمان او يفهموه انه دايما عندنا تتصور انه تشخيص حالات قناة فالوب مش سهل وانه ميس ده جنوز يعني يفقد تشخيصه او يعني يفوت على الناس كتير في تشخيصه وتبصت لها ستة عندها تأخر الجاب ولسه ما تشخصتش فعايزين نقف قدام تشخيص قناة فالوب تشخيص قناة فالوب دي من اعقد الاشياء ومن اهم الاشياء ومع الاجهزة الحديثة دلوقتي بتقدر تشخص قناة فالوب باسهل ما يمكن يعني كان لازم عشان تشخص زمان لازم تعمل اشعة بالسبغة لقناة فالوب او انك تعمل منزر تشخيصي وانا شايف حدودة كنت تتكلم مع زميل الفاضل اللي قبل كده لان المنزر تشخيصي معاكش سيد رحميد سوئي اه المنزر التشخيصي هتقول داخل تفرج فالعبود الفقري اه مش مقبول دولنا داخل تفرج لانت لازم انت عارف داخل تتفرج وتشتغل بتوقع ناك هتلاقي حاجة تعملها فبقى المنزر دلوقتي تقوله منزر الجراح فتشخيص قناة فالوب دلوقتي بيتم بالمنزر بيتم باشعة بالسبغة بالاشع وربعات الابعاد هنا بالاشعة التو دي العادية بيبني جدا ده بالتو دي بالجهاز السونار العادي خالص ده طبع متقدم يعني ده قناة فلوك اه منتبخ هجلد اه شوف المقالية حاملة زي السونار العادي وفي نفس الوقت الملتوية اه زي الخرطوم وانتج التانيته في حد اه ده بالتو دي العادي لو حد عنده خبرة هيا ده يجبها كويس جدا ده بالسونار العادي اه بحاجة يصنعها سونوهيستيروغرافي او بالسالين انفريوجان سونوغرافي هايبان جدا بالتو دي بالهايكوزي هايبان بالالوان هايبان واضح جدا بالفوق دي هايبان اكتر واكتر فتشخيص كمانات فلوك بقى سهل اوي 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 بس الناس تمشي سيستيماتيك خطوة ورا خطوة بالترتيب ده دي معلومة لشباب الاطباء انه ما ينطش خطوة قبل خطوة لازم يمشي خطوة بالتدريج واللي بعدها واللي بعدها وهكذا هايوصل اللي هو عايزه وتشخيص ده غير هنا اشاعب السابغة واضح قوي في القنبوبة منتفخة قد ايه ومسدودة منين دي مش محتاجة بقى حاجة هايبان قوي اه اه بص الانتفاخ عامل ازاي اه ده واضحة جدا دي يعني برضو السويسيج هتخش برضو هنا طبعا روتيني بالمنزار هتكفصلها او تقفلها مسا سيمبل وبعد كده هتعمل بقى اه محاولة حامل طبيعي له القنبوبة التانية سليمة اه لو ما كانش هتعمل حق لمجهة برضو الحيرة في دماغ الناس عندي قنبوبة فيها مرض عندي هدف اسم الستة عايزة تحمل اه هنا كيفيه التعامل مع هذه المعضلة فيه ناس كتير على فاكرة كل بتوعب تعمل حق لمجهري حق لمجهري حق لمجهري حق لمجهري وما تتعاملش مع الحالة المرضية نفسها فعايز اتكلم على العلاج والتعامل مع الحالة المرضية في ظل رغبة محمومة وساعات ما تفوع بقى بزمن اللي هو ايه انا هسافر انا عندي اه عقد عمل مسافرين احنا جايني لك في الاجازة الحقنا الكلام ده كله دوسرا حضرتك فيه نقطة مهمة جدا في قنامات فالوب احنا لازم نتكلم عنها قبل من خلص الحلقة وهي انه ممكن بقى الطبيب شايف ان قناة فالوب لازم يتم التعامل معها بس وخايف يخش علشان فيه التساقات شديدة مش هيقدر يوصلها مش هيقدر يوصلها ليه فيه التساقات شديدة فروزن بيلفس حض متجمد فيقوم يقولك ايه يتغادى ان يقول لسيت ان يفهم مشكلة احنا هنعمل حق لمجهة ما هاريفش ها من الاول ما انت معالجتش المشكلة بحاجة ما اتريت من تقفزكوز لازم تعالج السبب الاول عشان كده بنقول ايه لازم توصل للسبب وتشخص كويس وتعالج السبب المشكلة ايه وبعد كده ممكن لقى حملت الوحدها طبيعي مش لازم بقى هو الحق المجهي هو نهاية الموضوع ما حملينش طبيعي اعمل حق المجهي فيه التساقات شديدة وحض متجمد ومش عادف توصل لقناة فالوب دي ممكن تقفل قناة فالوب من جوه رحم بالمنزار رحمي يعني بعض دي رسالة انا عايز اوجيها لكل الدكاترة يعني او لكل انت مش عادف تقفل قناة فالوب من البطن ممكن تقفلها من بالمنزار رحمي من جوه تجويفه رحمي باجراء بسيط خالص راخبال حضيرك دي النقطة المهمة لازم تعمل بالنسبة لقى علاج مشاكل قناة فالوب كل مرضو علاج يعني لو حامل خارج هيتم التعامل معه بالمنزار وياريت لو كان التشخيص بدري بحيث ان احنا نتعامل مع الحالة قبل بنحصل نظيف داخلي بالنسبة ليه انسداد قناة فالوب وانتفاخها سواء كانت بمية او بصديد او بدم لازم نخش بالمنزار ولازم يكون الجراحي تكون اكسبت وعايف انه هيقابل التساقات وتتم التعامل معها زي ويوصل لقناة فالوب يقفلها او يفصلها ولو مش عايف يقفلها مع طريق المنزار هاي عالقل بمدة يعني خلاص بالنسبة للخراج اللي بيسيب قناة فالوب او الاتنين مع بعض لازم تخش بالمنزار ويعمل ديرينج ما يشيلش يفتح ويفضي ويكل مكان مفضة ويحط دارناه ويطلع وياخد علاج بمدة واحد وعشرين يوم كل ده كل الناس عارفاه يعني او طب مبنى على الدليل خلاص ده علاج الموضوع ده بالنسبة ليه مش موجود قناة فالوب او ربنا الخلاق هوية مش موجودة او فيها ضمور ده هتعمل حق الماجهة من الاول فكل حالة ولها لها العلاج بتاع يعني التنخيص وصلنا للسبب بنعالج السبب كزا يبقى كزا انسداد يبقى حق الماجهة كيالك تقولك انا عندي تأخر انجاب تقولها هنشل القناة فالوب المرضي مش مش بتقعد اه هنا بقى لازم يتم الاقناع لازم تشوف هي ولازم تعلمها ولازم تعرفها وتشريكها معاك في القرار احنا عندنا كزا كزا وده بيعمل كزا وده بيقصر على الاجنة ازاي وده مزدودة عاملة مية ولا سريد ولا دم ولتقولها فكري ممكن نقفلها ونشيلها ونستقصيلها او نقفلها بس او ممكن نقفلها ونفتحها لو ده هدايك نفسيا لو انت من دايق قوي ممكن نفتحها بس ونفضيها ونقفلها كل ده بيتطرح على العيان وهو بيختار بس انت في الاخر كطبيب لازم ترجح لها لحل الامثل ايه انتشار مشاكل قضاوة فالوب انتشار الانبكشن العدم والتيبي كمان يا روكو ايمن والتيبي طبعا رجع تاني بقى حاجة مهمة جدا الناس تطلب تحليل بتاعها بقى مهمة جدا والاميلوريد بتاع ميدترينيان فيفر دلوقتي بقى حاجة مهمة خاصة اللي لازم ننبه شباب الاطباء حمى البحر الابد المتوسط بقت موجودة كتير قوي بتشخص كتير قوي دلوقتي من ضمن الحاجات بتعمل اتصاقات شديدة في الحوض وتعمل اتصاقات في قناة فالوب يبقى حمى البحر الابد المتوسط من الحاجات اللي لازم الناس تاخد بالها منها دلوقتي الذات الشباب الجداد الاطباء اللي هم بيشتغلوا فلد الحق لمجهد والاميلوريد تحليل والتي بي ولازم يفهمين انتين انواع من التي بي في تي بي صدري بلموناري تي بي وفي انتستايل تي بي لازم افرق وافهم الفرق بينهم وطرق العدوى بتاع الشاس تي بي والجع تي بي في فرق في النوعين ضيفي العزيز والستاذنا السيد دكتور عدل عبد الحاسد كالعادة ابدع في توصيفه في هذه الحالة البراضية شديد الانشار شديد الاستكاهم خليكوا دايما فهمينها شكرا دكتور عدل بي اهلا بيكم في تصرفات بيعملها البشر في الاونة الاخيرة زادت طبعا بتضر جدا من ضمنها استخدام الموبايل استخدام الموبايل تحت طبعا كلنا عادين كله عامل كده كده والكده دي لمدة مثلا شوية ممكن واحد قاعد في المترو وقاعد في مواصلة فعمل يتسلم فرجع على حاجة بتاع قاعد في البيت قاعد القاعدة دي عضلات رأبتك وغضروف الرأبي او غضروف العنق يعني تنظيف السنان وغسل الاطباق تبتقولي يا الله تنظيف السنان في ايه كمان بيتميّل قدام قوي لانه الناس بتغسل السنانها خاصة لو كان الحض كبير قوي بتميّل قوي انت خايف بقى تتوقع على لبسك خاصة الفيرس بسلبس واحدين تغسل السنانها تبقى نسية الستات اللي بيغسل السحون بتميّل قدام التميّلة القدام دي حملة على الظهر تخزين البضائع ورفعها الناس اللي عندها بتشتغل بتشيل البضاعة شيل صندوق كبير شو بيلف كده يشيلوا ويلف كده ويحطوا على رفع كل دي حركات مش سليمة وكلها بتضر عضلات الظهر والغضريف في حاجة كمان مهمة قوي وضع الأطفال في مقاعد السيارة كنا زمان الأم بتاخد الطفلة على رجلها وتقعد وده برضو ساعات يبقى خطر لكن تحط بقى تميّل قدام كده في المقعد بتاع العربية وتقعد الوات فيحصل مشكلة غزيل النوافذ لأنه حركة الإيد الوحدة بس كده والميل وأنا بخسل النافذة وبقي شب الفوق ده بيدر جدا عضلات خطيرة عضلات مهمة كوادراتس لامبورا دي عضلة موجودة في الترنك بتشد قوي وممكن تحصل فيها مزء على مدار سنين وده تعمل ألم رهيب في الظهر النهاردة علم الألم تقدم تقدم كبير والنهاردة من حظنا الحلو إن معانا واحد من نجوم هذا المجال من المبدعين وماشاء الله باستمتع بالاستماع له وبشرحه الجميل اللي فيه تقدم جبار ونقل لكل ما هو حديث في عالم علاج الألم في العالم كله موجود في مصر وأيضا اسلوب رائع وبسيط جدا يصل إلى عقول كل الناس مهما اختلف الثقافاتهم سوبر استر هذا المجال والإسم الكبير في هذا العلم الرائع جدا طبعا ضيفان العزيز الأستاذ الدكتور هشام العزازي الأستاذ علاج الألم التداخلي والعمود الفقري الأستاذ بكل الطب جامعة الشمس الإسم الكبير أهلا بيك يا دكتور أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك عايز أبدأ الأول بالجديد في علاج الألم ما شاء الله دلوقتي قسم الألم أو عيادة الألم هي بقت العيادة الأكثر أقول ايه ازتحاما وشهرة في أي مكان أه طبعا يعني دلوقتي كان الزمان ما فيش حد يعرف إيه هو الألم وكل تخصصي عليه الألم بتاعه بقى درورياتي لا الألم بقى وبالذات الألم المزمنة بقت ليها علم لوحده وتخصص لوحده وبندي فيها مجسير ودكتوراه إن إحنا والجامعات كلها بقت تتصابق إنها هتدي مجسير ودكتوراه لعلاج الألم لأن الموضوع بقى تخصصي زيادة عن اللازم زماني يقولك أنا هعالج عندي وجع مزمن فاخد ترامدول خد مخدرات يعني زي مع هذا الفيلم اللي كان في الأول هو قاعد ياخد شيئة حبوب أدوية تلاقي واحد عايش لك أنا بياخد مثلا دواء فلاني بقىها لأربع سنين بقىها لخناة سنين ده مش علاج دي مسكنات وما أضرارها بكل أضرارها بقى كلا ومعدة وكب كلا ومعدة وممكن إدمان لو بياخد أدوية جامدة شوية الجديد ده تقنحنا بقينا نفهم كتير ليه الألم بيحصل المزمن ليه الألم السرطانية بتحصل ليه الألم الغضريف بتحصل فبقت نتوجه مدام عرفنا السبب بنقرف نحل وبقت الحلول الأسهل يعني بقينا نعمل طرق لا يعني بدل ما أديله أدوية وخلاص لأ ده أنا ممكن أخش عالج العصب اللي فيه مشكلة واللي بنقل الألم جام بورا معين مفصل ملتهب زي مفصل رجبة مفصل كيف لأ ده أنا ممكن أخش عالج العصب اللي بنقل للألم وبعد ما الجراحي يقولي أنا مقدرش أعمل حاجة في الرجبة أكتر من كده مقدرش أعمل في الكتف أكتر من كده والعام بيعاني وفي الآخر لا ده أنا ممكن أعالج العصب وأعرف ليه العصب بينقل الألم وليه العصب ده على طول بيدرب عني المتوقع أني الناس تفهم أن الألم لما تخبطها توجع لما عمل عملية توجع لا ده ممكن واحد واحد لوحده يتوجع لما العصب بيدرب لوحده قاعد يعمل فايرنج بيبعث إمبلس وإشارات للمخ طب هو بيبعثها ليه؟ بقى موضوع هو ده بقى العلم يعني بيدرس التفاصيل وأشهر بقى يعني العيامين بتوع الألم اللي بيجوا العيادات ألم السرطانية ألم العمود الفقري تلاقي جايين للعيادات ألم المفصل وركب وكتاف ورقبة وظهر ألم الأوعية الدموية عنده نقص في وصول الدم لرجليه فعنده ألم لا ده ممكن نخفف الألم ده بالتعامل وبعلاج العصب المسؤول عن نقل الألم بعد ده قدم علم التاشرح بقى إنا نعرف كمان نجيب العصب بدون ما نفتح الجلد نهائي أوصل لعصب محدد وعالجه وأجهزة الحديثة اللي ممكن نتكلم عليها بعد شواء بدقة بالغة جدا أول هذه التكنولوجيا الحديثة اللي بقى له باع كبير جدا التردد الحراري عايزين نفهم الأول بدقة لأنه في ناس كتير على فكرة على مستوى كمان على فكرة طب يعني فيه تخشط أخرى ما تعرفش حاجة عن التردد الحراري دي حقيقة لأنه حاجة بقى لها سنوات مش زي العلوم القديمة شوية تردد حراري أو بيسموها ريديو فريكوانسي موجات راديو بيتطلق حرارة بس أقدر أتحكم أنا في درجة الحرارة بالزبط قدية يعني أنت لو ما تجيب شامعة هتعمل بيها سخونة مدى قدرش تتحكم في درجة حرارة قدرش تتحكم في مدى انتشار الحرارة حوالين رأس الشمعة دي لأ دلوقتي بقينا نقدر بالجهاز اللي انت شايفه قدامك ده لأ ده أنا ممكن أحط إبرة جنبها عصب ومشي زبزبات كهربائية باسمها موجات راديو وطلح حرارة اللي أنا عاوزها حرارة 80 عاوزها 82 عاوزها 79 وعاوزها تنتشر قد إيه ويتخش على العصب يعني شايف حدك المنظر ده قدى العصب وأنا مدخل الإبرة على ليه طيب الحرارة دي هتعمل إيه؟ الحرارة دي بيتعالج العصب وده بقى الانقلاب في علم الألم لأ ده أنا بنعمل حاجة اسمها نيورو موديوليشن تحفيز عصب تنبيه عصب فبقى العصب نفسه اللي نقل للألم حسب مكانه بقى كتف ركبة ألم في الرقبة ألم في الظهر العصب نفسه بيتعالج بعدما كان بيدرب على واحد يعني ده مثلا غضروف دايس على العصب طب والغضروف ده شلناه طب العصب لسه وجهه العصب لسه ما خفش هو ده قيمة التردد حرارة هنقدر بقى جهزة أدخل الإبرة بدون جراحة ووصل لحد العصب ويتعالج بالجهاز التردد حرارة ده فهو يعني جهاز متطور جدا والفكرة قديمة وبقوا يستخدموها فروع تانية في الطب يعني بتوع الأمراض الأوراب الكبد يقدروا بالحرارة دي مهود ورم كبد وإحنا الجهاز بتاعنا مختلف تماما واللي بيعمل الشغلانة بتاعت الكبد دي الدكتور طبيب الكبد غير الطبيب علاج الألم يعني زي ما أحداك شايف هذه الإبرة بتخش خلي بالله أحداك كمان ما ده بقى إنها إبرة العن صحي مفيش فاتح في الجلد تقدر تتكلم من عيان ده العصب الأحمر ده التردد حراري يشيل الإلتاف في العصب يخلي العصب اللي هو مسبب ألم وتنميل وكهرباء في رجل العيان وقل لي بحث بشكشكة وسخونة واللي عندهم سكر ساعات يقولك أنا رجلية بتنمل كل ده بقى تنمض ما فيه تخدير أصلا فيه ناس كمان التخدير بالنسبة لهم يعتبر مغامرة كبيرة جدا الناس اللي وزنهم زيادة قوي آه طبعا هنا التخول ممكن في الناس اللي وزنها زيادة؟ ده أي وزن وأي سن آه طبعا أي سن ده بديه؟ آه يعني أنا فيه ناس مئة وثلاثة سنة أو مئة وعشرة سنة ما شاء الله ويقول لي أنا يعني جاي لي واحد مئة وثلاثة سنة يقول لي أنا كنت طيار أيام المالك أيام المالك فاروخ وبينا ديله آه وغاية بس طبعا بنجة خايفين أهله ومش أهله بقى أولاده وأحفاده خايفين يعملوه طبعا هنا بقى بنجة موضاعي وهو أفضل الناس أفضل الناس على الأرض هم أن أعطال الله عمرهم في الصلاح يعني ربنا إداهم عمر وهم وبصحة والصلاح لا كمان هو بأخلاق طبعا 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 فتلاقي إن وتعال بقى ناس تانية كمان عنده أمراض قلب عنده سكر عنده ضغط متفع جاله جرطات في المخبل كده فخايف بينجو الكل وقاله خايفين عليهم ببينجو مش هو بس اللي خايفة واللي المنظومة الطبية خايفة عليها؟ خايفة عليها عنده كاترة بتاخدين ممكن تقول لك لا مش هبنج العين طب اتجاهه إيه؟ هيفضل يصوت من الألم علم بقى الألم هنا ده مش هنسيبه يصوت من الألم بقينا نعمل إيه؟ العمليات كلها اللي بتتعامل بالجراحة لا بحاجات بسيطة جدا وبقبر بتخش توصل لأماكن الأعصاب اللي فيها المشكلة وتعالج الحاجة من أولها ويبقى العين مبسوط ويخرج في نفس اليوم من المستشفى مش بحتاج رعاية بعدها ولا يحتاج يوضط في رعاية مركزة ولا يحتاج يوضط في مستشفى السكن هو كان فايق رعاية ايه؟ ما بتخدرش بأساس ومفيش جرح مفيش خيار على جرح مفيش خياطة جراحية اللي تشوف ظهره تاني يوم ده ما عملش عملية ده التقدم بقى ده يعني ثورة في عالم العلاج الألم وكمان ما بقاش بقى مسكنات ونقصر على كبد ونقصر على كلا ونقصر على معده ولا أدوية بتعمل إدمان ما أكتر اللي عنده ألم ظهري يقوله أنا أعيش على الترامدول طب وبعدين هو بقى هتحول إلى مدمن هتحول إلى مدمن ومشاكل بقى الترامدول لا ما بتيجي تعمله هلاج الألم بثيل تلقائي وقف الترامدول لأن هو بياخد الترامدول مش عشان هو مدمن أو هو عوز يدمن هو بياخده عشان في ألم لما الألم بيروح بتلاقي الإدمان بيختفي لوحده آه دول أسهل من اللي بيدننه للترامدول من غير ألم آه يعني إحنا بنقول مفيش حالة واحدة في العالم اتسجلت إن حد أدمن على مخدرات عنده ألم سرطانية الغالة عدية حضر الألم السرطانية دي برضو مشكلة يعني آه والناس بتقشق فالناس يقول لي طب إيه فده أنا خدت مخدرات وابتديت أتعالج من الألم قال لي سنة بأخد مخدرات لو عالجتيني من الألم هوقف المخدرات إزاي كنا هتوقفها تاني يوم آه لأن دي عمرت ما هتدمنها هتون من أنت عندك ألم حقيقي عندك ألم حقيقي لكن اللي يدمنه هو ما عندهش ألم حقيقي أو ياخد الدول سبب معاه ده بيدي روح يتعالج بقى فكتها تاني آه هي على فكرة علمياً ليها تفسير بس صعب عليكم تفهمونها ليه ليه اللي عندهم ألم لا يدمنونه وليه اللي ما عندهمش ألم لما ياخدوا مخدرات بيدي دي ليها تفسيرات علمية ومرتبطة بالشرح الكيميائي لنقلات الألم في المخ لكن خلينا أقول إنه جهاز تردد الحراري أكتر حاجة دلوقتي بنقولها في البرامج يعني سواء هنا أو في الناس الحلوة بيجي سرته كتير قوي فلعايز أعرف هو بساطة في إيه فهو بقى أنا ممكن أستخدمه الألم المزمنة هم يعني ألم الرقبة ممكن تعالج بيه أعصاب الغضروف به ذ Tikhan خشونة الرقبة ممكن يعالج به ألم غضريف الظهر الفقرات القطنية والخشونة النتيجة عن الفقرات القطنية هعالج به لألم المفاصل المفصل ده من أن أعصاب حواليه Anchilii اللي بتنهلي الألم لو الجراحة اللي أمنا مقدارش يعمل في المفصل حاجة ثانية ده أنا ممكن أشيل لك الألم المفصل خالص واللي عين تلاقي إيدي تحركت بعد ما كان مش هذا الحركة مفصل كتف ومفصل رجبة ألم السرطانية ده فيه بقى استخدامات تانية بقى يعني حديثة جد تعرق واحد إيدي بتعرق طيب هو عصب في الآخر أنا لو دخلنا وعالجنا العصب اللي بين اللي التعرق تلاقي بقى بنت 15 سنة تقول لك أنا بكسف أسلم على حد ولد يقول لك أنا مش عارف أسلم على البنات بيفتكروا أن أنا مكسوف منهم لأن إيدي بتعرق تعرق ده مرض يسيبه الإيد والرجل يخف الكنسر بين وقلنا السرطان كله بقى بيتعالج كده ألام الأوعيات الدموية بيتعالج الألم بتاعه لكن الوراء مثلا طالب لمشي في التجاهات يعني دايما أنا أقول المريض اللي عنده كانسر بقوله والله أنت بتروح علاج السرطان عند دكتور الأوراة ومش علاجها أنا هشلك الألم وده التخصص في الطب بقى يعني الدكتور بيعالج كلها كونسولته بقى كونسولته وبعدين أقوعية الدموية وفي واحد عنده نقص في الدم زي مرض مشهور بيرجر ديزيز مثلا واحد يمشى بسجاية فهتلاقي صباعه الكبير ابتدى يسود وابتدت رجليت سود بس هو مشكلة مش في السوادين بس ممكن نعمله بتر مشكلة في الألمشي شديد مع الحق أي مشي أي حق لو أنا دخلت على العصب وتعمل له تردد حراري وغدينا العصب ده دمام يقعد سنة يقولك أنا فرقت السماء من الأرض نبدأ نعالجه بقى نعالجه بقى السجاير نعالجه بقى السجاير وموسعات شرايين وقصص تانية بعد ما كان مشكلة الألم هتبقى بقى مشكلة دقت الألم راح يبقى أنت لو قفت السجاير وديت موسعات فعلا للشرايين الدكتور الأوعية عالجك من من ضيق الشرايين اللي عندك هتفف جدا وتبقى الموضوع بينته لا تقدم طبعا كتير والهربس حزام الناري عد الهربس زي ما هو الجامد وزاد للأسى في الفترة فيروس وإحنا الأطفال جدير الماء يجي لنا ومهاتنا تحط لنا المس الأزرق الفيروس ده غريب جدا يختفي ستين سنة سبعين سنة بس يفضل قاعد جوا جسم الإنسان في عصب أو اثنين وبعدين تيجي المناعة قل بعد سن الستين كده يجي بقى كل أحد ونصيبه أشهر حتة مطيقة الصدر عشان كده بيسموه حزام ناري لأنه بيصوت أهلامه رهيبة رهيبة بني موري حاجة الناس تقولك أنا مش عارف أعمل إيه أقول والله أنت بتاخد مسكنات طب وقاعدين لأ أنا هنعالج العصب يعني ما بيتستجيبش أول المسكنات لأنه هو الفيروس ساكن جوا العصب وبوز العصب بخلي العصب يزبات مشكلة عصب الجهاز التردد يتحركش يعالج العصب يعني ده استخدام الاستخدامات المهمة جدا والناس بتيجي وتخيفت لك أنا ده موضوع فرق معايا جدا وابتديت أقل الأدوية أو شلتها خالص فده يعني تقدم كبير وخلى العلم ده يتطور كمان يعني وبقت وفكرة التردد الحراريب استخدامناها كمان أن أنا ممكن أخش جوه الغضروف بقى أعملنا جهاز تاني وبرضه هو نوع من نوع التردد حراري اسمه تبخير الغضروف أخش جوه الغضروف آكل النواة بتاعته وأقدر ما العيين ما يعملوا جراحة ممكن نشيل الغضروف وضغطه على العصب ده برضه تردد حراري بس موديفكيشن أو تطوير لو أتبخير الغضروف تخش على العصب وتقدر تعالج أخش على الغضروف وقدر أكل قلب الغضروف ما دصي على يعني ده والعن صاحب نعمل له العملية التبخير ده نوع من نوع التردد حراري في الأول والآخر ده عصب عونق مثلاً والإبرة هتخش والعن صاحي بتشله غضروف كامل من رابطه وصحي هو بيتكلمك واللي يشوف جلده تاني يوم ده ما عملش عملية يعني ده انت زي تعمل عملية مبارحة في الغضروف رقبة هي أخطر عملية ومشاكلها كتير هنا الإبرة بتخش جوه قلب الغضروف وتاكل قلب الغضروف والعيين قاعد بيتكلمك تاني يوم يروح شغله يسوق عربيته بحكس الجراحة التقليدية يوعد شهرين ثلاثة قاعد في البيت ولبس رقبة ومخاطر المشرط بقى والجراحة هنا لا ده قوة برضو ده تردد حراري نشيل ضغط الغضروف على العصب بالتبخير ونعالج العصب كمان وممكن نوسع القناة العصبية اللي فيها اللي هي خارج منها العصب كل دي حاجات تطور عمليات بدون جراحة بالقبر ببنج موضعي عمليات مدتها ساعة بعدها بنص الساعة لعني يلبس يدوم ويروح بيش عاد في مستشفى ونسبة نجاح عالية بتوصل 80% و90% لا تطور يعني أكيد بس لازم الإنسان يتحرك في الوقت المناسب لأنه كل حالة برضو في حالات تستدعي الجراح في كل جلمة مشهورة جميعا يعني كلنا هنشر بالقلم مفيش حد كائن حايمش هشرب لكن العلاج بالقلم اختياري والشعور منه اجباري هنشر بالقلم ده اجباري لكن العلاج اختياري فده ده علم القلم انت بتروح برجلك اللي قال الدكتور يعالجك ومدام العلاج بسيط تتعليكش اللي تتعذب القلم الزيادة ده هأثر عنها النفسية أنا بيجي لي ناس يقول لي أنا حياتي اتضمرت عشان عنده ظهر وجوه مثلا نفسيته بقت محطمة مش عارف يمارس حياته وشوف الناحية النفسية وهيبتدي بقى جرسف وعنيف مع ان لو خف القلم فزيها ده قلت لازم يتجه في الوقت المناسب عشان ما يتحولش من حالة يسهل معاها التعامل ايوه ويبقى في نطاق وفي المساحة بتاعة الاستفادة من التردد الحراري والتبخير وهواء الأخير لحالة تانية المستوى تاني نقول له لا لازم عملية لازم عملية في حالات الزبط الواري بتعدي في التطنيش لغاية ما يحتاج ما يحتاج بقى جراحها جراحها نعم بكل بقى مشاكل بكل مشاكل ده هو يعني ده حاجة جميلة وانا نقدر أعالج بيها أمرات كتيرة بدون جراحها وده التقدم ده الجديد في علاج الألم انه هو يعني عاملة يعني انقلاب في علاج الألم يعني ارجع تاني واقع اكد ان التحرك بشكل جيد مناء وقت المناسب هخليني عندي المساحة الجيدة والمساحة الكاملة لأداء والاستفادة من كل التكنولوجيا المتقدمة ترك النفس وتدمير الكلة للمسكنات وتدمير المعدة وتدمير صورة الدم لأن المسكنات ممكن تؤثر عن مخاع تجعل في الآخر الصحة العامة كلها في حالة تظاهر قد يفتني الاستفادة او عندما تأتي حتى الاستفادة لا أستمتع بها لأنه هناك تداعيات أخرى ومضاعفات أخرى حصلت في أجزاء أخرى من جسمي نورتنا وشرفتنا وأبدعتك العادة الله يخلين ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في عالم علاج الألم الأستاذ الدكتور هشام العزازي أستاذ علاج الألم التدخولي والعمود الفقري الأستاذ بكل الطبيعي جامعة عن شمس كان مبدعاً كعدده في شرح واحدة من التقدمات العلمية الرائح تردد الحراري القيمة الاختيار والأداء فيها هو الإبداع وهو أيضاً جزء من هذه القيمة فينبغي أن نحسن التعامل معها خليكوا دايماً مع الدكتور ضيف العزيز القيمة العلمية المتميزة والاسم اللامع واحد من ميجاسترز عالم طب الأسنان بيومتاعنا بحواره الشايق دايماً أسوس الدكتور كريم مكادي استشاري زراعة وتجميل الفم والأسنان وزميل كلية الجراحين الملكية وعضو الكونجرس الأمريكي لزراعة الأسنان أهلاً بيك دكتور أهلاً بيك دكتور أيمان زي حضرته الله يخلي قبل ما أدخل في المواضيع النهاردة وانت جايب لينا مواضيع جديدة كام واحد بيجي لك في الكلينيك من الناس دي من الناس اللي عاملة كارسون لا كتير جداً وخصوصاً هو يعني شكله كله بيروح بعد ما ينفس قدس أسنان إحنا عندنا الضحكة هي أول حاجة بيقع عليها عين البني آدم وإحنا بنتكلم مع بعض فأول ما لقي إن ما فيش أسنان ده بيعمل لي أن في عندي مشكلة وده بيخليه هز ثقته بنفسه يعني دايماً هتلاقي اللي عنده مشكلة في السنان الأمامية عاد بيتحكي دهو ما بياخدش راحته في الضحك دايماً هتلاقيه قافل بقه هتلاقي دايماً عنده مشكلة في الكميونيكيشن بتاعته بس في نقطة مهمة جداً كل حد بيتخبط مش لازم السنة تتكسر عشان يبقى فيه مشكلة يعني أنا مجرد ما اتخبطت خبطة جامدة في سناني لازم يروح للدكتور الأسنان لأن ساعتها عصب السنة نفسه بيموت وبيتعفن بعد كده ويبدأ يعمل لي خراج في كيس دهني بيعمل لي مشكلة تانية كتير قوي فدايماً أنا بنصح أي حد اتخبط خبطة جامدة في أسنانه حتى لو ما اتكسرتش لازم يزور دكتور الأسنان بتاعه طبعاً السوشال ميديا خلت فيه يعني هرجالة وجنون مش طبيعي ما انت بتلاقي مثلاً واحد يعني سيق متسكل ومسك الموبايل بيصور بالزبط بالزبط أنا بيكلمك على أبسط الجناه هو سيق المتسكل المفروض مركز ومسكه بقدير الاثنين وقع العجلتين اه اه لا المفروض ماسكه بقدير الاثنين ساب ايد وماسك الموبايل وبيتكلم الحد في الموبايل او بيعمل بقى الفيديو بتاعه اه بيقى الفيديو بتاعه يعني فين شاقلب مشكلة بقى سنين دي أبسط حاجة في القصة الحادثة ده في عمود فقري وفي ناس بتروحها اوكي انهاراً تجلينا بموضوع مهم جداً اسمه العضة العضة ايوه طايت ايوه ايه كانت العضة دي من السفهمة الأول وبعدين كلمني عن رفع بقى العضة العضة دي هي تطابق الأسنان مع بعضينا وده اللي بيخليها تمدخ يعني طول ما هي مظبوطة احنا بنمدخ كويس لازم تتضبط ازاي؟ لو احنا اسنانها معوجة ومش قفلة قفلة مظبوطة لازم نبدأ نعمل التقويم بتاعها عشان نقفل الأفلام مظبوطة لو انا عندي درس او سنة نقصين انا كده بدأت حمل غلط على الأسنان بتاعتي الليه بالتالي هتسمع في المفصل بتاعي تعالى نفترض هنتكلم بطريقة موسطة عشان نستفهمنا لو باب اللي هو متعلق على مفصلتين او تلاتة بدأنا نعمل عليه حمل بشكل مش مظبوط ايه اللي هيحصل؟ هيبدأ يحصل حمل زيادة في حتة من المفصلات عن الحتة التانية نفس القصة بالنسبة لمفصل الفاك طب ده بيترجم بإيه المشاكل بتاعته؟ بيبدأ يحصل التهابات في الأربطة اللي مسك الغضروف في مكانه طب الغضروف ممسوك بأربطة جامد قوي من كل الناحية هل عنعرف محركه؟ لا لو حصل له التهابات بتبدأ الأربطة دي ترتخي اللي بيترجم معانا بعد كده بصوت طقطقة طقطقة ده بيبقى الغضروف طلع من مكانه ودخل فبيترجم بالنسبة لي ان انا وانا باكل بسمع صوت طقطقة طب إيه المشكلة بتاعته؟ مشكلة ان الحمل على الغضروف بيبقى مش متساوي فبيبدأ يحصل تآكل في الغضروف في حتة أكتر من حتة اللي بيخليها بعد كده تطقطع ونخش في عملية وكصة ان احنا مش عارفين نقفل وانا نفتح بوقنا طب التفادي ده ازاي؟ وعلاجه ازاي؟ احنا بنتفاديه ان احنا لازم يكون عبدتنا سليمة نمضغب بطريقة مصبوطة عشان خاطر نقدر ان احنا نحافظ على المفصل يعني ناكل يمين زي الشمال يعني ما عنديش سنان نقصة يعني ما عنديش سنان معوجة فان لو عندي حاجة من الحاجتين دول لازم ازوره الدكتور لو عندي صوت التقطع لازم اجري عالدكتور عشان يحل هالي قبل ما يحصل قطع في الغضروف بتاعنا طيب لو انا الحقت سمعت صوت التقطع فاجريت عالدكتور في عندنا من اول ان احنا ناكل حاجات صوفت فترة ونبدأ نشوف ليه التقطع دي حصلت هل انا باكل على جنب اكتر من جنب بسبب نقصة اسنان او حاجة زي كده هل سناني معوجة هل بجز على اسناني ونبدأ نشيل السبب بتاع المشكلة دي لو الموضوع تطور شوية بنبدأ نعمله حاجة اسمها رافع عضة رافع عضة ده بيعمل ايه لو احنا افترضنا ان ده راس المفصل راس المفصل وده التكويف اللي في الجنجمة اللي بايت فيه راس المفصل فهو بينهم في الغضروف بنبدأ نرفع العضة عشان نعمل يرجع فيها الغضروف لمكانه مرة تانية ويحصل له عملية الالتعام الطبيعي لو احنا سبنا لحد ما يقطع الغضروف بتاعنا هنبتر بقى نخش في عملية ترقيعة في المفصل الفك وقصة احنا يعني عمر ما المفصل عمر الحاجة بتاعت ربنا بترجع زي الاول طبعا فاحنا لازم نحافظ على نفسنا من الاول ان احنا ما نوصلش ان احنا عندنا التعبات في الاربيطة اللي ماسكة الغضروف في مكانها ولو حصلت لقدر الله بدأت بتاعتها ببين زي التقطاة او زي وانا باب تحبوقي ما بعرفش افتع فتحة كاملة او زي ان الفك بتاعي بياخد زي يعني بياخد زاوية عشان اعرف اكمل الفتحة لازم اجري عالدكتور عشان يلحب عايزوا روح لمرضو حاجة استحتار الناس بكلمة خراج او بكلمة كيس دهني اقول لحضر لك على حاجة الموضوع ده موضوع كبير جدا موضوع ده بدأ الاول كان تسوص صغير او خطة زي اللي احنا اتكلمنا بعليها في اول الحلقة ياكل ده عشان خاطر مفيش فلو اف عند الدكتور بصورة منتظمة يبدأ يتطور يجيب العصب بعد كده يعمل خراج حد بعد كده يعمل خراج مزمن اللي هو بيبقى اكل في العظم ويتطور لحد الكيس الدهني الكيس الدهني ده بتطور لامراض مش كويسة يعني في انواع من انواع الاكياس الدهنية التي تعامل معاملة الاورام يعني بالاستقصال فاحنا لازم دايما اي مشكلة صغيرة نبدأ نلحق فيها اسنان ما زي ما احنا شايفين اللي فوق ده ده كيس دهني كيس دهني ده اتقلب بحاجة اسمها اوكي سي اضطرينا ان احنا نعمل علاج للأسنان ونشيل الكيس الدهني في عملية جراحية ونزرع عب عشان خاطر ما يتطورش معانا ويبدأ يصيب الأسنان اللي حولينا احنا ممكن نخسر الأسنان ممكن يقلب معانا بأمراض مش كويسة ممكن يبهدلنا الدنيا ده صورة كيس دهني فوق خسرنا الدرس كله اللي هو ده بس ده هنا بسبب كان علاج عصب ما كانش مزبوط فبدأ يجمع البكتيريا اللي بدأت تضغط على خلايا العب اللي اشتغلت بنظام الاستيوكلاستيك اكتيفتي ان العب بيأكل نفسه احنا عندنا العب بيشتغل بنظامنا عكس بعد سبحان الله يعني احنا وشانا وإحنا بيكبر بيبدأ العب يزود نفسه من بره ويأكل نفسه من جوه فسمك العب ما بيكبرر بالزبط نفس الكلام ده لما بيحصل براشر على خلايا العب بتبدأ تاكل نفسها احنا بنستفيد من الموضوع ده مثلا في التقويم نعمل ضغط بمجدار معين على السنة اللي هي بتضغط على خلايا العب فتبدأ تاكل نفسها من ناحية الضغط وتبدأ تزود العب من ناحية التانية فالسنة تتحرك بما كانها في حالة البكتيريا والخراج والكلام ده كله الصديد هو اللي بيعمل الأكشن ده بيبدأ يضغط على خلايا العب اللي بيأكل نفسه جسمي سبحان الله كدفانس ميكانيزم أو نظام دفاعي بيبدأ يبعد نوع من أنواع الخلايا اسمها إبسيليل سيلز عشان تبطن القوضة المعمولة اللي فيها الصديد عشان تقلل البراشر أو الضغط على خلايا العب بس المشكلة إنه هو لما بيكتمل الإبسيليل سيلز دي في القوضة كلها ده بيبقى الكيس الدهني اللي بعد كده بيتطور لحاجات مش كويسة احنا عندنا ده احنا ده كل اللا بيض ده ده كان كيس دهني وإحنا شلناه وزرعنا فيه عبم زي ما احنا شايفين حضرتك كان متبقي بعد الكيس الدهني اللي 2-3 مل فك يعني ممكن الكيس الدهني ده يقدي إن الفك نفسه يبقى ضعيف لدرجة إنه خطة تكسر يعني كل ده كان عبم متاكل بسبب الكيس الدهني اللي قبليه احنا شلنا الكيس الدهني حطينا زرعنا العبم ده بكميات كبيرة بعد كده عملنا فيه أيوة هنا هنا زرعنا زرعات في المكان اللي كان فيه الكيس الدهني يعني إحنا عينينا زرعنا العب مشلنا الكيس الدهني اللي هو مكانه فراغ حطينا العب واستنينا عليه ستة شهور وبعد كده حطينا الزرعات دي بنجاح الحمد لله إذا نستهتار بالتعامل مع الكيس الدهنية قد يكون ثم نوالي المسكن مش هو الحل إنت شلت العرض إحنا عندنا الطب بيقولك We have to remove the cause إحنا لازم نشيل السبب اللي أدى إلى العرض لكن طول ما أنا بشيل العرض بس فالسبب شغال بيبهدل الدنيا أكتر أنتم متهمون على فكرة دي جاية أنتم بحاجة لطيفة جاية قادمة قريب في حوارنا كده بس أنتم متهمون أنتم مين؟ أنتم معشر أطباء الأسنان يعني هنحاول أنه بقى كويسين أه لا أقول لك بقى الاتهم إيه؟ باش أنتم متهمون بأنكم أعداء الأطئم المتحركة لسبب ربما يراه البعض أنه يعني أنتم كارهين الأطئم المتحركة لأن المعمل هو اللي بعمل الأطئم المتحركة أنتم مش عايزين المعمل هو اللي يتحكم في القدر أنا بكلمك بقى على فكرة أنا فخور أن أنا متهم بدا مش أنت بس كل الأطئم آه الفيلد الطبي أنا ضد الأطئم المتحركة لأقصى درجة إحنا بنستخدمها أنا بعملها مؤقت للمريض يمشي بيه لحد ما زرعاته تمسك مشكلة الأطئم المتحركة إيه؟ أول حاجة إحنا طول ما إحنا بنستخدم الأطئم المتحركة وبنمضغ عليها بتبدأ تتحرك بحركة تلخلخ الأسنان اللي هي مسكة بمشابك فيها وتبدأ تعمل تآكل في السنة نفسها اللي بيخليها تكسر بعد كده يعني أنا خسرت بقية الأسنان الموجودة بسبب الطائم المتحرك مشكلة الثانية أن ده بيخليني معوطش الأسنان المفقودة بزراعة أنا خلاص معتمد أن فيه طائم متحرك وده اللي بيخلي العظم يتآكل خلي بالك يا دكتور أيمان اللي بيحافظ على حجم العظم هي الأسنان اللي جواه أو البديل بتاعها البديل بتاعها ده اللي هو إيه الزراعة عشان كده دايما بننصح أن أي حد بيخلع درس لازم يزرع مكانه عشان ما يبدأش العظم يتآكل فيبوز الدرس اللي بعده وتبدأ تكر تسحب سنة في التانية لحد ما نخسر أسناننا كلها فنضد الأطم المتحركة لأن أنا بعد كده العظم بتاعي تآكل بوصل أسنان بتاعتي نبدأ نخش لو في الفك الألوي العظم اللي تحت الجيوب الأنفية بيقل جدا فبنتطل نخش في رفع جيوب أنفية عشان نرجعه مرة تانية فهي القصة كلها إن إحنا عندنا القدرة دلوقتي في 2022 إحنا نعيش بأسناننا بقية حياتنا سابتة ليه نخش في الهاصل أو القصة دي كلها فإحنا محتاجين إن إحنا نفكر سمارتر أو بطريقة أحسن إن أنا عشان أحافظ على بقية سناني لازم أعود بالزراعة عشان خاطر أستطعم الأكل الحساسات بتاعتي الاستطعم مش موجودة في اللسان بس هي موجودة في سقف الحلق بالجناب تستطعم الحاجات الملحة مثلا فأنا طول ما أنا مغطيها مثلا بتركيبة متحركة أنا ما بدوقش الأكل فهل أنا منطقي إن أنا عباقية حياتي مش باستطعم اللي أنا بأكل ناكهة بتاعتي الأكل هي مشكلة فأنا خسران ناكهة أكل خسران سنين خسران عبم والعبم ده أصلا الشاسي المجدود عليه عضلات الوش وجلد الوش والكلام ده فلما العبم بيكش عشان ما فيهوش أسنين هيبدأ الشاسي ده الحاجات اللي عليه تبدأ تكرمش فيبين سن المريض أكبر من سن الطبيعي إحنا شفنا كاتي مش شوية اللي هي بتخبط بس كاتي تحولت وكبرت عشر سنين بس كبرت في ثانية بالزبط بعد الحادسة بس ده مش قابله وبعد في خلال شهور ده قابله وبعد في يوم في ليلة طبعا مش هنتكلم بقى أن الطقم ده كل شوية هيوسع مننا عشان العظم كاش فهبدأ ماشي ملازم دكتور سنين على طول يقع مني عشر خاطر أنا عظمي كاش وقدام الناس وإحراجه وكلام ده كله زي ما احنا شايتين الوشي بتغير هو الوشي نفسه تغير يعني بص حضرتك الحركة المشهور كان الوضع عامل إزاي ناحية اليمين الست كبرة قد إيه عشان خاطر خسرت أسنانها ومعوضتهاش نفس الكلام هنا هو الحركة اللي هي فيها فيها دي فقد الأسنان بزبط روبين ويليامز الله يرحمه كان عنده مشكلة فقد الأسنان وكان وشه بدأ يبفيد تغير به صح أعتقد أنه برضه إهماله في التعامل مع الأسنان روبين ويليامز هو اللي خلاه ينتحق في الآخر يعني من ضمن الأسباب مو أنت أو ضمن أشكال الإهمال في النفس أو أشكال الاكتئاب اكتئاب اكتئاب مش ظاهر لأنه المكتئاب أنا ما أبدأ أسيب نفسي خلاص المكتئاب على فكرة ممكن تلاقي معك وبيتكلم وبتاعه هو بيفكر في الانتحار صح يعني دي خلي بالكم من الحكاية دي مزبوط جدا هروح بقى لاتهم آخر أنتم واتهموا أنا معاك بأنه عمليات رفع الجيب الأنفي عمليات بالنسبة لكم يعني إلى حد صعبة ومكلفة مالية عمليات الجيب الأنفي رفع الجيب الأنفي بقى دلوقتي أسهل من السهولة بقى في حاجة تكنيك اسمه Close Sinus Lefting إن إحنا بنرفع الجيب الأنفي من نفس الفتحة اللي بنحط فيها الزرعية زي ما إحنا شايفين الفتحة اللي موجودة الرفيعة دي ده الدرس لما تخلع بدأ العظم عشان ما اتعوضش على طول العظم يكش فالجيب الأنفي كبر ما بقاش فيه عظم نحط فيه زرعات فبدأ نفتح فتحة صغيرة خالص من تحت زي ما إحنا شايفين كده ايوه ونبدأ نزق منها أدوات بتاعتنا ونبدأ نزق بعد كده سلاين مكانها هي خرم صغير جدا لا يتعدى الملي ونص يعني ونبدأ نزق واحدة واحدة هايزق دلوقتي السلاين بتاعها ويرفع الجيب الأنفي ويرفع الجيب الأنفي بعد ما هيرفع الجيب الأنفي يبدأ يحط ايوه الرفع الجيب الأنفي يبدأ يحط العظم بقى مكانها اوكي ويبدأ ايه ادي فرصة للزرعات الزرعات ادي العظم بدأ يتحط اهو ملل سبيس كلها بالعظم بعد كده حط الزرع في عظم احنا اثفدينا ده هنا زي ما احنا شوفين الحاجات البيضة الواضحة قوي دي اللي عاملة زي السحاب دي ذا دا رفع الجيب أنفي ذي العظم اللي احنا حطناه دا العظم بتاعنا اه اللي هو البيض بس دركة البيض بتاعته اقل شوية من الزرع اه بالظبط كده هتلاقي عمل زي سحاب يمين وشمال يمين وشمال الزبدة احنا رفعنا الجيوب الأنفية دي كميات عظم كبيرة وانا عايز اقول ان احنا العظم اللي احنا بنحطه ده بيلتأم مع العظم بتاع جسم البني آدم بيبقى حتة واحدة لدرجة ان احنا هنا حطينا فيه زرعات وركبناها المريض بقى بأسنانه كاملة خلينا ما نقولش المريض خلينا نقول الكلينت اللي هو فقط أسنانه رجع له أسنانه مرة تانا هروح لاتهم آخر النهاردة كل القعدة اتهمات انا جاي هنا اتحطي بكورنا ده مش اتهم بقى هو ده يعني هو هقوله لك زي ما هو في الناغي كده انتم متهمهم مش انتم انت لكن الفل للأسنان متهم متهم بحاجة مش انتم برضه مش ده كترة او ربما ده كترة ليه ما بتتصدوش بالشكل الكافي للزرعات الرديقة بحيث ان يكون الموضوع في تجريم واضح لهذه الزرعات الرديقة بحيث ان الظاهرة دي تختفي مين قال كده دكتور احنا بنتصدى لها مش بكلم عن ده كترة هو مش دي مش ده كترة ده هنا الكلينت نفسه هو عنده مشكلة اه انا طول ما انا بسترخص وبدور على حاجة تحت السلم عشان خاطر ازرع اسناني طب ما انا كده موافق ان انا يتحطي لي حاجة ليست ذاتة كفاءة المناسبة هنا ده الفتحة دي ده عضم متأكل بسبب زرعية مش مظبوطة انا مريض جالنا قال لنا زرعت من شهرين وعندي قلم شديد على طول فجايين بنفتح لقينا المنظر ده بعد ما شفنا في الاكس راي ان فيه كمية ترديولوسنسي او تآكل في العضم شديد جدا موجودة في الأشعة بتاعتنا هي اللي قدت بسبب الزرعية اللي هي مش مظبوطة بقى فيه يعني مشكلة انه بقى فيه يعني التراست دي حاجة مهمة جدا لازم تروح لدكتور تراست بالنسبالك لازم تراست الماتيريال بتاعته الدكتور حرفة وتكنولوجي وخامات ثلاث حاجات دول ممكن يكون شاطر جدا بس خاماته رديئة ممكن الانفاكشن كنترول بتاعه ما يكونش كويس ممكن يكون بسترخص طول ما احنا بندور على السعر وصد الكواليتي احنا بنخسر كتير قوي اه الكواليتي اهم حاجة في الدنيا دي صحتي في الاخر انا مش هينفع حط حاجة في جسمي مجهولة المصدر ليه مهمة اوي بقى ولا هينفع حطها مع حد مجهول فانلازم حد تراستد مع ماتيريالز احنا فاهمين دي جاي يا مني ولازم اروح عند حد بيخاف على اسمه كويس اوي لان طول ما هو بيخاف على اسمه وبيراي ربنا فانا هبقى ضامن ان انا في حتة كويس زي ما احنا شايفين دي اكس راي بين ان الزراعية محطوطة والعبم اللي حواليها جري منها مفوضة اصلا الزراعية دي عاملة زي المغناطيس تايتانيوم عامة بيكذب العبم ان هو يتكون حواليه زراعية تايتانيوم اللي احنا شوفناه دلوقتي العبم الجري من الزراعية ده بسبب رداية الزراعية اذا هي نوع من مش هقول ده تجاوز يعني تعبير اعلامي اقول اتهام لانه مش متهم الفلد الطبي مش متهم في التلات اتهامات اللي انا قلته لالطب الاسنان متهم تصداش لانه دي مش قضية تكاتل الطب الاسنان ان هم يتصدوا ليه بس بس هو بيني وبنكو لازم كل دكتور يبين لمرضاه خطورة الزراعات الرديئة بالزبط كده هي اعلام اكتر منه ضوء طب باسنان بس مسئولية اطباء الاسنان ان هم يبينوا الحكاية دي مسئولية اطباء الاسنان ان هم لازم يبينوا للمرضى بتوحهم ان استرخاص في طب الاسنان نهايته سيئة نهايته سيئة انت تخسر عظمك وتخسر اسنانك خلي بالك يا دكتور ايمن هي هي بتبوز العظم اللي حواليها اللي بعد كده بتسحب المشاكل العظم دي بتسحب للسنان اللي حواليها انت هتبدأ تكرر السنان وانهم بيبينوا لالكلاينز بتوحهم لماذا نكره الاطقم المتحرك هم هدي بقى مشكلة من مشاكل ان انا قاعد بفتح وسائل التواصل الاجتماعي بدور على الارخص مش بدور على الكواليتي مش بدور على التراستد اكتر دي مشكلة كبيرة انت نورت وكالعادة ابدعت وخدتنا تنوزها جميلة متنوعة النهاردة جاوبت اسئلة صعبة جدا وفي مناطق صعبة جدا مثل العظة والتقويمات او تعامل مع العظة مثل رفع الجيب الانفي مثل نقل العصب ايضا ذكرت قضايا مهمة جدا كنت انا فيها الخصم او بمعنى اصح يعني كنت انا المتهم اه مش انت طب الاسنان صح في التعامل معه مش متهم ولكن توضيح صح يعني هل طب الاسنان يكره تماما العطوم نعم هي دي ميزة للبرنامج هنا انه هو بيفهم الناس انت بتاخدش المعلومة خلاص بتفهمها بطريقة علمية مبسطة وزراعة دلوقتي بقت سهلة احنا نحط الزراعية في ديتين ثلاثة فانت يعني الفك الكامل اضرب ديتين ثلاثة في ست زراعات فالدنيا بقت اسهل وتضع تعيش حياة احسن باقل تعب والانسان في الاخر لازم يكون حريص على اسنانه ارجوكم خلي بالكم من سنانكم ودايما جزء من حياتكم وجزء من جدولكم الاسبوع يكون جزء منه في عيادة طب الاسنان مش كل اسبوع ممكن كل شهر حسب بقى كل اربع شهور كل اربع شهور بالنسبة لمرض السكر كل شهرين بالزبط اه يعني على القال لكن مفيش يا اخي انت بتعمل سنان العربيتك اعمل سنان اسنانك يا اخي ده في ناس بتتفاخر بانها بتعمل سيانات للياخت بتاعها يعني انا بتكلم على ناس تانية بقى مش بتكلم على الناس مع فيه الناس مع الدهاش العربية لكن ماشي لكن تبص اللي يزعلك ان الناس اللي بتعمل سيانات للياخت ده وعندهم يخوت وعندهم عربيات تبص لسنانهم تلاقيها بايزة ده حي ده بنشوف يبقى انت بقى بساعتها بتضرب كاف بكاف اعمل سيانة لنفسك لها اه بتضرب كاف بكاف الرجل اللي يعني اه عنده يخوت عنده ياخته عنده عربية بتاعه وقاعد كل يوم في الحتة الفلنية حتة الاعلانية سنانه كده لأ دي تزعال بقى يعني حتى الناس البسطاء برضو لازم ياخدوا بالهم من سنانهم ومفيش حتة في ناصر دلوقتي اللي مقدرش كل الاسعار متوفرة وقلب الدكاترة حنين برضو على المرضى نورتنا وشرفتنا اه ضيف العزيز ميجا ستارج عالم طب الاسنان اساس الدكتور كريم مكادي استشاري زراعة التجميل للفم والاسنان زميل كلية الجراحين الملكية عضو الكونجس الامريكي لزراعة الاسنان والمؤسسة المركز مكادي نورت وشرفت الدكتور كان عادا شفراء الدكتور خليكم دايما مع الدكتور شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة